اليوم بإذن الله سيكون معنا الدورة الأخيرة في هذه المجموعة دورة مؤشرات الأداء الكابي آيز مع الدكتور منصور الشريف تفضل المايك لك الدكتور طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعلمنا ما ينفعونا ونفعنا بما علمتنا ورزقنا الإخلاصة والتوفيق والسداد حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا البرنامج التدريبي الذي قد يكون للأغلبية هو البرنامج التدريبي الرابع بعد أن أخذنا إدارة الموارد البشرية لمدة يومين ثم بعد صناعة القيادات لمدة يوم ثم بعده أمس والذي قبله كنا في التخطيط الاستراتيجي يومين واليوم نختم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن مؤشرات الأداء وأثناء ما تكلمنا لما كنا نتكلم حقيقة يعني جميل أن يكون الخاتمة بهذا البرنامج اللي هو مؤشرات الأداء ومؤشرات قياس الأداء لأنه لما تكلمنا في إدارة الموارد البشرية ذكرنا إدارة الأداء هي وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية وذكرنا أنها تأخذ سنة كاملة ونضع للمؤشرات أو من طرق قياس إدارة الأداء في الموارد البشرية هي مؤشرات قياس الأداء اللي نسميها Key Performance Indicators اللي هي KPIs أو KPI المصطلح المشهور عالميا أيضاً لما تكلمنا في التخطيط الاستراتيجي قلنا هي خطوة من خطوات التخطيط الاستراتيجي لما نعمل أي خطة استراتيجية يكون لدي مؤشرات لكياس الأداء سواء على المستوى الشخصي ولا على المستوى المؤسسي فالمؤشرات قياس الأداء تدخل معنا في أي تخطيط علشان نعرف إذا إحنا حققنا الهداف أم لم نحققها سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذه الجلسة عن مؤشرات قياس الأداء وأين نستخدمها وسنذكر بعض التعريفات وبعض الطرق وطرق القياس ثم سنختم بتطبيق عملي مع قضية كيف نرقم المؤشرات وكيف نستطيع أن نرقمها أو نحدد المؤشرات فننطلق على بركة الله يبدو أننا جميعا كنا متواجدين بالثلاث الدورات الماضية السيرة الذاتية عرضت لكم سابقا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا أيضا المحددات لو فيها حد جديد معنا فسيكون لدينا بالنسبة للوقت سنبدأ من الساعة التاسعة وسنتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى الساعة عشر ونص يعني من تساعة إلى عشر ونص بعدها بنوقف خمسة عشر دكيقة ثم نرجع الساعة عشر وخمسة واربعين إلى الساعة اثناعش إذا شاء الله سبحانه وتعالى قد نزيد أو ننقص قليلا في بعض الوقت على حسب ما ننهي وننجز بإذن الله سبحانه وتعالى إذا سألت سؤال تحدي في البداية يعني كالعادة كما تعودنا في الأيام الماضية في الدورات الأخرى كم عدد المربعات في الصورة التالية وهذه من باب التنشيط والتركيز أكثر سبعة وعشرين تساطاش أربعة وعشرين واحد وثلاثين ستة وعشرين أوكي طيب جميل أن نحاول وأنا متأكد كل واحد ينظر من زاوية مختلفة يعني اختلاف الإجابات هي نظرة من زاوية مختلفة قد نحتاج حيانا تركيز أكثر طبعا حتى الآن لم تظهر لي الإجابة الصحيحة حتى الآن لم تظهر الإجابة الصحيحة لكن محاولات جيدة من وجهة نظركم طيب أستاذ غادة كريبة جدا أماني الأستاذ أماني كريبة جدا أيضا سلمة الأستاذ سلمة كريبة جدا الأستاذ فيحان كريب قريبين لكن لم تصلون إلى الرقم المضبوط المطلوب طيب إيش رأيكم أعطيكم الجواب حتى ما نأخذ وقت كثير الأستاذ غادة كريبة جدا هي كثير نعم يا سلام عليك أستاذ فيحان أستاذ فيحان هي أربعين والأستاذ صدى يمكن الأستاذ عايشة نظرت من الزاوية أعمق من الزاوية التي نظرت بها أنا فهي أربعين أربعين مربع لكن إذا جئنا سريعا لطريقة العد أولا عندي المربع الكبير هذا رقم واحد يعني إذا أحد عنده ورقة وقلم فهذا واحد وبعدين عندي المربعات الصغيرة أربعة في أربعة هذه 16 16 مربع بعدين نأتي للمربعات هذه اللي أربعة اللي اثنين في اثنين اللي هي أربع مربعات في الوسط هي أربع مربعات والمربع اللي يشملها كلها هذه خمسة وتحتها خمسة زيها فهذه عشرة الآن نشوف اللي في المربعات كاملة في المربع الكبير نشوف المربعات اللي داخلها اللي اثنين في اثنين عندنا في الصف في الصفين الأولى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ادي اثنين في اثنين طيب الآن نشوف المساحتها المربع اللي جواته تسع مربعات طبعا بيكون متساوي الأضلاء ادي ثلاثة في ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا جمعنا الآن واحد زائد ستاعش زائد عشرة زائد تسعة زائد أربعة سنصل إلى أربعين فإن شاء الله تكون الطريقة واضحة وسهلة وبسيطة طيب السؤال لما أسأل لماذا حضرت هذا البرنامج التدريبي وماذا تريد أن تتعلم لما شفت كلمة مواشرات الأداء أو مواشرات قياس الأداء يمكن البعض فقط دخل في هذا البرنامج ويمكن البعض دخل في البرامج كلها وكان حريص على أن يختم بهذا البرنامج فلماذا حضرت هذا البرنامج وما هو هدفك من حضور هذا البرنامج الآن أنا أشوف على الشات بيودي تشاركون الأهداف والأسباب لماذا حضرتهم هذا البرنامج التدريبي للاستفادة جميل الجودة وتطوير النفس والعمل أعمل في برنامج أداء الصحة جميل معرفة كيفية قياس أداء الموظفين لتتعرض أكثر على هذا الموضوع أنا عشان عملية خص المواشرات وحبيت أكون فاهمة طيب بحكم شغلي في إدارة الجودة بالمستشفى فهذا البرنامج يهومني جدا أتحقق من أهدافي مئة في المئة تطوير مهارات عكيس عملي متابعة أداء الأكسام عشان أعرف كيف أسوي مواشر عشان عكيس الأداء جميل إذا في مشاركات أخرى عشان نعرف إدارة المؤشرات لمعرفة سلبيات وإيجابيات العمل ومتابعة العمل كذلك جميل جدا رائع عشان أحل المشاكل أيضا جميل تحديد الخلل وموقعه طيب جميل جدا ما ذكرتم الآن ننتقل إلى ماذا تعرف عن الأداء عن الأداء وليس مؤشر قياس الأداء ماذا نقصد بالأداء يعني عشان نأخذ خطوة خطوة حتى يكتمل المفهوم كاملا لدينا ماذا نقصد بالأداء أيضا لمعرفة وضعنا الحالي ويطرق التحسين تمام العمل الشيء الصحيح كما هو مطلوب جميل هي العمليات الفعل الخدمة التي نقدمها للعميل جميل جدا كلها إجابات تصب في الموضوع طريقة العمل بشكل يخدم المصلحة العمل الذي نقوم به جميل جميعها يعني حتى وأن اختلفت العبارات لكن كلها تدل على نفس المعنى اللي هو performance أو العمل الذي نقوم به ونؤديه طيب ما هي أهمية الأداء الأداء هو العمل الذي يؤديه الفرد ومدى تفهمه لدوره واختصاصاته وفهمه طيب وش أهمية الأداء إيش يهمني الأداء إيش ممكن أستخدم الأداء هذا فيه يعني ليش أتعلم الأداء وإدارة الأداء وأضع على مؤشرات وإيش الأهمية من هذا جودة الخدمة المقدمة جميل لكسب رضا العميل ممتاز المتابعة الدقيقة تحسين الأداء التحسين قياس مستوى التطور الوصول إلى النتائج جميل جدا من خلال هل تم تحقيق الهدف من العمل أقيس مدى نجاح خطة العمل تحديد مواطن الضعف صحيح دراسة المدخلات والمخرجات تبتتالي تحسين العمل والوصول إلى الهدف تقويم الانتاجية وضمان استمراريتها وتطويرها جودة وتحسين العمل والتطوير وتحقيق الهدف مقارنته بأهداف المؤسسة أهمية العمل المنفذ ومعرفة الخلل والتخاذ الإجراءات التصحيحية وإعادة تخطيط لتطوير الأداء لتحقيق الهدف لمعرفة طريقة حملك هل يتم بشكل مطلوب أم لا ما يقوم به الفريق أختار مشروع من جديد جديد منها الانتاجية وكياس أو كياس الانتاجية أوكي طيب جميل جدا جميل جدا بأن نعرف أيضا حتى قد نستطيع يعني الشيء بالشيء يذكر في كياس الأداء حتى لما تحط درجة الأداء الوظيفة للموظفين اللي عندك فأنت لابد أن تضع هذا الشيء بناء على أدائهم أو الشيء اللي أدوه خلال سنة كاملة ومن خلال قياسها بمواشرات قياس الأداء أهمية الأداء بشكل عام بالإضافة إلى ما ذكرتم ما ذكرتم جميل جدا ونضيف لها بعض النقاط تسارع عجلة الرقي والتطور فالآن الشركات والمؤسسات والعالم كلها يتنافس على الأداء يعني من يكون أداءه أعلى وأداءه أفضل فنحن في عالم أو في عصر متسارع في الرقي والتطور كذلك الريادة في التقدم والرقي من يريد أن يتقدم ويكون في المقدمة فلابد أن يكون أداءه وعمله وإنتاجه والأوتكامز والأوتبوت هذه كلها تكون بجودة عالية تحقيق الأهداف وسهولة متابعتها لما يكون عندي أهداف سواء هداف استراتيجية أو تنفيذية أو تشغيلية ولدي خطط مختلفة المستويات يهمني حتى أحقق رؤية المؤسسة ورسالتها وما تصبو إليه وخطتها الاستراتيجية وهدافها الاستراتيجية لابد لدي من الأداء ومتابعة الأداء وقياس الأداء كذلك الإنجاز على جميع المستويات والمجالات زي ما ذكرتم أنتم أقيس مدى إنجاز مدى إنجاز معين أو كيف هل وصلت إلى إنجاز معين أم لا طيب ما هي أسباب عدم قياس الأداء عند بعض المنظمات لو سألتكم سؤال وقلت خلونا نتناكش في هذا الشيء ليش بعض المنظمات ما تقيس الأداء أو لا ينظرون إلى كياس الأداء أو لا يهتمون فيه ماذا تتوقعون أحيانا الأسباب؟ أنتظر إجاباتكم على الشات كلة المعرفة ممتاز لديهم كياس آخر قد يقول لديهم كياس آخر أو طريقة أخرى كسر الوقت أوكي ما فيه رقابة وتدريب أحيانا ما فيه رقابة أو لا فيه اهتمام يعني تمشي بالبركة العمل يسير بشكل روتيني كثرة المهام لا تعطيه أهمية عدم فهمه بشكل صحيح أيضا هذا من الأسباب عدم الفهم بالشكل الصحيح طيب جميل جدا جميل بالإضافة إلى ما ذكرتم قد يكون أحد الأسباب هو انغلاق بعض المنظمات وعدم الانفتاح على مثيلاتها الرائدة في مجال التخطيط للآداء يمكن شركة أو مؤسسة متقوقعة على نفسها أو لا تنظر إلى الشركات المنافسة وكيف وصلوا إلى آداءات كويسة أو كيف يخططون أو ما تبغى تسفيد من أحد أو ما تبغى تسأل أحد أو ما تبغى تسجيل أحد فتكون منغلقة على نفسها وتمشي بروتين عادي وإجراءات عادية بسيطة جدا أيضا مقاومة التغيير والرضا بالروتين التقليدي سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسسات الناس أو المؤسسات لا يبغون يخرجون عن منطقة الراحة أو ما يسمى الكمفورت زون يبغون يبقون في هذه المنطقة دائما ولا يبغون يخرجون عن منطقة الراحة أو منطقة الارتياح أو الشيء اللي يعتادوا يسألونها دائما أو على الروتين اللي متعودين عليه دائما فما يبغون يجربون شيء جديد ويبغون يبقون في هذا الجانب كذلك الخوف من الفشل في كياس الأداء يخافون من الفشل لما يعملون كياس الأداء ولما يعملون مؤشرات ولما يعملون بطريقة مؤشرات كياس الأداء فيخافون أن تفشل القضية يقولون خلين منها ونتركها وما نستخدم هذا الشيء حتى لا نفشل فيه كذلك عدم استيعاب ماهية وكيفية إدارة الأداء تخطيطاً وقياساً وتقييماً يعني ما يعرفون ولا يستوعبون العملية هذه أو الاستراتيجية هذه أو الطريقة هذه طيب مفهوم الأداء تكلمنا قبل شوية عن مفهوم الأداء بشكل عام وشاركتم أنتم ببعض المشاركات هو القيام بتنفيذ أو إنجاز فعل ما هو القيام بتنفيذ أو إنجاز فعل ما قد يكون مطلوب مني مثلاً إحنا قلنا بناخذ كثير من الأمثلة اليوم على التعليم عشان ما يزعلون قد يكون آداء في مهام تدريسية قد يكون آداء في مهام إدارية قد يكون آداء في مهام إشرافية في مهام قيادية في مهام مسؤوليات كبرى فهي القيام بتنفيذ أو إنجاز فعل ما فيما يخص العمل أو فيما يخص الوظيفة أو فيما يخص الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي طيب مفهوم المنظمة لما نتكلم بمصطلح المنظمة ماذا نعني بمفهوم المنظمة لما نقول مفهوم المنظمة أو أحيانا نقول يعني على الشات أيضا يقول على عدم الدعم من الإدارة العليا صحي يكون كثير من المعيقات بسبب عدم دعم الإدارة العليا عدم مضوح الهداف الرئيسية جميل إذا ما فيه هداف رئيسية وهداف استراتيجية وتخطيط واضح فلن نستطيع أن نقيس الأدارة نقيس كيف؟ فيه ناس يمسكون أكسام بس ما عندهم خبرة بس عشان يغطون صحيح أيضا كذلك خوف من التغيير عندي دكتورة هدى مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال صالح نفس المنظمة جميل عندي سؤال الدورة هذه تفيد أي تخصص هذه تفيد كل التخصصات يعني كل تخصص وكل جانب في الحياة لابد أن نقيس الأداء يعني إيش معنا نقيس الأداء؟ يعني نشوف هل حقكت هدفي أم لا ببساطة يعني أستاذ السهاب سواء في التعليم سواء في الإدارة سواء في البزنس سواء في الأعمال سواء حتى في الخطط الشخصية سواء في المجال الصحي في جميع المجالات جميل أوكي مجموعة من الأشخاص المنظمة هي مجموعة من الأشخاص مسؤول ومنفذين وشاغلين وظائف جميل جدا المنظمة هي مجموعة من الأفراد يعملون معاهم ضمن هيكل تنظيمي في وحدة اجتماعية لأداء عمل ما هذه هي المنظمة لما نقول وزي ما نشوف في الرسمة اللي على اليمين في عندي مسؤول وتحت مسؤولين وتحت ناس تنفيذيين أو مسؤولين آخرين فهي عبارة عن هيكل تنظيمي أو مجموعة من الناس وفق هيكل تنظيمي يختمون أهداف مؤسسة معينة أو لديهم عمل معين أو تخصص معين قد يكون وزارة قد يكون إدارة قد يكون مديرية قد يكون مكتب قد يكون بيزنس قد يكون شركة قد يكون حكومي ولا غير حكومي فهذه هي بشكل عام لما ننطلق على المنظمة وجميعها تعمل لتحقيق أهداف محددة طيب مفهوم آداء المنظمة الآن لما نتكلم عن آداء المنظمة هو آداء التركيبة المتكاملة للمنظمة خلال منظمة آدائها يعني الآن قلنا الأداء أو الأداء بشكل عام هو ما تقوم به طيب على مستوى المنظمة هو ما تقوم به المنظمة على مستوى مثل مستشفى ما تقوم به المدرسة على مستوى وزارة ما تقوم به الوزارة هذا هو الأداء على عدة مستويات لو على المستوى التخطيط الشخصي هو ما أقوم أنا به أو ما تقوم أنت به طيب مكونات الأداء لو سألتكم ما هي مكونات الأداء ما هي مكونات الأداء من وجهة نظركم طبعا وكلها صحيحة وقلت لكم دائما في زي النقاشات في العلوم الإنسانية والعلوم الإدارية والقيادة جميع الإجابات ستكون صحيحة مو لازم نفس اللفظ ولا نفس طيب مكونات الأداء تتكون من أهداف تتكون من مدخلات وعمليات ونتائج ممتاز تتكون من سياسات قياس أوكي بنود معينة جميل طيب رائع ما ذكرتم جميل ما ذكرتم الأداء يتكون علمياً من الكفاءة والفعالية إفشينسي وإفكتيفنس هذه هي المكونات الرئيسية في الأداء يعني لما أجي في الأداء أنا أركز على يعني كعملية قياس وكعملية إدارية إحنا نركز على الكفاءة في الأداء والفعالية في الأداء علشان أقول هذا فعلاً أداء جيد أو غير جيد فأنا دائماً أركز في الأداء على الكفاءة والفعالية صحيح أنها عبارة عن تخطيط صحيح أن الأداء عبارة عن مدخلات وعمليات ومخرجات صحيح أن الأداء عبارة عن خطوات لتحقيق الأهداف لكن كيف أضبطها أكثر؟ أضبطها من خلال التركيز على الكفاءة ومن خلال التركيز على الفعالية طيب إذا قلت لكم وش الفرق بين efficiency و effectiveness ولا بين الكفاءة والفعالية هذا دائم مصطلح يمر علينا كثيراً فما الفرق بين هذين المصطلحين علشان نعرف وننطلق منه الآن نحن الآن نؤسس المفهوم النظري علشان لما ننطلق نطبق يكون واضح بالنسبة لنا ما الفرق بين الكفاءة والفعالية إذا أحد عند إجابة الفعالية أنه وصلنا للهدف المطلوب الكفاءة عندي خبرة طيب وجهات نظر جميلة المعرفة والخبرة الكفاءة أنه قمنا بالعمل جيداً كفاءة عمل الموظفين في استخدام الموارد المتاحة والفعالية هي ما تهم ما تهم المدراء وتهتم بالنتائج غالبة ممكن تكون فعالة لكن بدون كفاءة وأعتقد أن الكفاءة أهم جميل الكفاءة هي عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الصحيح طيب جميل الفعالية هو الفعل للعمل وتطبيقه الفعالية عمل الشيء الصحيح بالشكل الصحيح تأديت الهدف والكفاءة تأديت الهدف والكفاءة تأديت الهدف بجودة عالية طيب جميل consort 판 فعالية أداء العمل والفعالية والفعالية أداء العمل بالأقل التكاليف وبكفاءة عالية التدريب والمعرفة الكفاءة المستوى الذي وصلنا إليه من الخبرات والمعارف فعالية مثل الأدوية طيب طريقة أداء العمل وكفاءة طريقة مميزة في أدايا الكفاءة العمل عمل أشياء صحيح بشكل صحيح وقلة الهدر والتكاليف الفعالية هي فعل الصحيح المحقق لهدف الكفاءة عمل الشيء حسب المكياس المطلوب العمل بشكل صحيح وجودة عالية وكياسها مع الآخرين طيب جميل التفكير في هذه المصطلحين الآن بناخذ الفرق بينها وببساطة لما أتكلم عن الكفاءة الكفاءة هي أداء الأعمال بطريقة صحيحة كفاءة يعني أؤدي العمل بطريقة صحيحة عندي عمل أي عمل أنا أؤديه بطريقة صحيحة أما الفعالية فهي تعني أداء الأعمال الصحيحة يعني الكفاءة أي عمل سواء كان هو العمل المطلوب ولا غير المطلوب ولكن أؤديه بطريقة صحيحة عندي كفاءة في أداء هذا العمل لكن الفعالية تعني أداء الأعمال الصحيحة يمكن أن تؤدي أعمال أنا ما أحتاجها أو تؤدي شيء غير مطلوب منك أو تؤدي شيء لا يعتبر من أداءك ولا من مهامك ولا من job description ولا من job على حسب العمل المطلوب فهذا الفرق ببساطة بين الكفاءة اللي هي أداء الأعمال بطريقة صحيحة الفعالية أداء الأعمال الصحيحة طيب واضح التفريقين هذه لأنها بتمر علينا كثيرا خلال لما نتكلم دائما لما بقول لك هنا نبغى كفاءة هنا نبغى فعالية في هذا العمل في هذه الآلية بحيث أنها تكون واضحة فأنا تركت الشريحة شوي بس عشان تتأمل وتعرف الفرق تركز في الفرق طيب نستكمل إذن مؤشرات الأداء لما نتكلم عنها ونتكلم عن مكونات الأداء علشان نستطيع أن نكيسها نكيس من خلال الكفاءة والفعالية التي تعطيني إنتاجها إذا عندي كفاءة وفعالية ثنتين سويا يعني الكفاءة قلنا أداء الأعمال بطريقة صحيحة والفعالية هي أداء الأعمال الصحيحة يعني إذا جمعنا الفنتين سويا بيكون أداء الأعمال الصحيحة اللي هي الفعالية وبطريقة صحيحة اللي هي كفاءة لما أؤدي العمل الصحيح المطلوب وبطريقة صحيحة أصل إلى الإنتاجية المطلوبة طيب لما نتكلم عن منظومة الأداء اللي عبارة فيها خطوات أو مراحل هي المراحل المرتبطة ببعض إلى البعض والتي يتم من خلالها تنفيذ أو إنجاز الأعمال حيث تغذي المرحلة المتقدمة المرحلة التي تريها وتؤثر المرحلة المتأخرة في المرحلة التي قابلها يعني أنها منظومة عبارة عن زي تشين زي سلسلة زي سيريز كل مرحلة تؤثر في التي بعدها وتتأثر بمن قبلها في كل مرحلة تتأثر وتؤثر أو تؤثر وتتأثر طيب إذا قلت ما هي مكونات منظومة الأداء يعني خلونا نعمل التفكير كليلاً أو ربما البعض يعني متأكد دائماً في كل برنامج تدريبي وقدمة اللدينا البعض خبراء وفاهمين كثيراً في ما نتحدث عن فلذلك نستفيد من الخبرات ومن ما يطرح الكفاءة محددة والفعالية عامة لا يمكن العكس يعني زي ما فهمت محددة وعامة الكفاءة أداء الأعمال بطريقة صحيحة أي عمل ممكن أديه بطريقة صحيحة هذا كفاءة في أداء العمل الفعالية لا هي أداء الأعمال الصحيحة لمطلوبه يعني أنا مطلوب مني عمل معين أني أدي العمل المطلوب مني ولكن بطريقة أو بالمطلوب مني أدي العمل المطلوب مني هذا الفعالية يعني أنا لما أكون مثلاً طبيب وأروح أشتغل أعمال إدارية هذا ما فيه فعالية لأن الفعالية هي أن أشتغل في شغلي في الطب نفسه في المهام الطبية قد أكون وأدي الأعمال الإدارية بطريقة جيدة أو بكفاءة لكنها ليست هي الأعمال الحقيقية اللي مطلوبة مني طيب منظومة الأداء مكونات منظومة الأداء من يشاركنا هي عبارة الآن عن خطوات يعني في الصورة اللي عندي شفي الستيبس موجودة تشمل الأفراد تشمل خبرة جميل الخطة والآداء والمؤشرات أوكي الخطوات الصحيحة التخطيط جميل طيب ما ذكرتم جميل هي عبارة عن أربع عمليات بسيطة دائما عندي في منظومة أي أداء عندي مدخلات وعمليات ومخرجات ثم تغذية راجعة دائما مدخلات قد تكون هذه المدخلات موارد مالية موارد بشرية موارد مادية في المدخلات ثم بعدها العمليات الخاصة بالعمل نفسه إجراءات العمل ثم بعدها تكون عندي المخرجات والتغذية الراجعة زي مثلا لو قلت عندنا خطة استراتيجية لشركة وهدفنا بهذه الشركة زيادة الأرباح بنسبة 20% مثلا هذه السنة زيادة المبيعات أو زيادة الأرباح بنسبة 20% طيب نأتي للمدخلات واشه المدخلات؟ عندي موارد مالية وعندي موارد مادية خام نصلح لكي من المواد الخام الذين 2500 وعندي موارد supplement فهذه عدد من المدخلات التي أدخل فيها في بداية العملية في الأداء مثلا من بداية السنة عندي هذه المدخلات ثم بعدها العمليات واشه العمليات؟ الخطوات والاجراءات التنفيذية التي أشتغلها حتى أو حقق الهدف اللي مثلا نهاية السنة يعني هل بيكون عندي تسويق هل بيكون عندي تخطيط هل بيكون عندي زيارات هل بيكون عندي سوشال ميديا هل بيكون عندي مصممين هل بيكون عندي IT كل هذه كلها عمليات إجرائية طيب المخرجات هي النتيجة يعني مثلا حققت 20% أرباح قد يكون حققت 15% قد يكون حققت 30% هذه هي المخرجات المنتج والكمية في النهاية لما يطلع عندي هذه المخرجات أنا أعمل تغذية راجعة للخطوة الرابعة أشوف وين المشكلة إذا كان عندي مشكلة إذا كان عندي هدفي مثلا 20% ونزلت أو أديت أقل من 20% بمعناة أني أرجع أشوف هل المشكلة في المدخلات المدخلات كانت ناقصة كانت غير مناسبة كانت جيدة كانت غير ملائمة كانت مواصفاتها أعلى حتى من المطلوب ثم آتي للعمليات أعمل تغذية راجعة وأشوف العمليات أراجع العمليات حتى أصل إلى المخرجات قد تكون المشكلة المدخلات عندي ممتازة لكن في خطوات تنفيذ غير جيدة فأدت إلى مخرجات غير جيدة فأنا دائما لما أقدم تغذية راجعة أستطيع أن أبقى في حلقة نجاح وحتى لما نتكلم حتى في الجودة من مصلحات الجودة أو من دائرة ديمينغ اللي نسميها PDCA اللي هي ديمينغ في الجودة في جودة الأداة في جودة العمل يقول عندي أربع خطوات دائما أتكلم فيها للعمل اللي في البداية اللي هي نفذ الخطة ثم بعدها check اعمل تغذية راجعة وعمل فحص ثم بعدها act اتخذ قرارات في تعديل على الخطة أو غيرها فيه P من post من play اللي هي P ثم بعدها D حرف D ثم بعدها حرف C ثم بعدها حرف A وهو نموذج مشهور في الإدارة وفي التخطيط وفي العمليات الإدارية في زيها زي لما يكون عندي مدخلات عمليات مخرجات أعملها تغذية راجعة وأراجع أشوف وين الخلل حتى أصححها ثم أستمر ولما يكون عندي مخرجات مرة ثانية أيضا أعمل عملية تقييم وتغذية راجعة إذا في أي خلل وهكذا فتبقى عملية تبقى دائما حلقة مستمرة من المراجعة والتشييق طيب ما هي المدخلات؟ كلمنا قبل شوي عن بعض المدخلات في منظومة الأداء هي عبارة عن مصفوفة من الموارد المختلفة قد تكون موارد مالية زي ما ذكرنا قبل شوي تكون فلوس قد تكون موارد بشرية رأس المال البشري لأشخاص الذين سيعدون هذه الأعمال قد تكون موارد مادية زي أجهزة زي أدوات زي سيارات زي أشياء خام قد تكون موارد معلوماتية اللي هي قد تكون data أو قد تكون information فبيانات ومعلومات أستطيع أني أستخدمها في عملية الأداء وهي عبارة عن إنشطة وبرامج وقودها الذي يشعل ويوهج توقدها هي موارد منظومة الأداء بشكل رئيس وما يتم استقاومة مخرجات منظومة الأداء خلال عملية الأداء وبالتالي فإن ما يحدث خلال عمليات منظومة الأداء هو تحويل المدخلات إلى مخرجات إذن قلنا المدخلات عندي أربع مدخلات رئيسية قد يكون في غيرها لكن هذه الأربع مدخلات الرئيسية وعملية الأداء هي تحويل هذه المدخلات إلى مخرجات يعني ببساطة يعني تبسيطاً للكلام الفلسفي عندي عملية الأداء ببساطة هي مدخلات ثم عمليات ثم مخرجات وأعملها تقييم ثم أعود مرة أخرى إلى المدخلات والعمليات والمخرجات طيب ما هي المخرجات؟ هي عبارة عن النتائج الفعلية لعمليات منظومة الأداء المبنية على ما تم تخطيطه من أهداف لأداء المنظمة يعني هذه المخرجات هي الأوتبوتس يعني زي المصطلح الإنجليزي عندي إمبوت وعندي بروسس وعندي أوتبوت اللي هي المخرجات النتيجة التي وصلت إليها طبعا دائما حتى أصل إلى المخرجات المطلوبة لا بد أن يكون عندي خطة يعني في أي عملية حتى لو في التخطيط الشخصي في التخطيط الشخصي وفي الخطة الشخصية زي لما ذكرنا أمس في التخطيط الاستراتيجي أن تخطط لذاتك فعندي مدخلات زي مثلا أعطيكم مثال كد يكون البعض معنا جديد حتى أبين المثال اللي أذكره لو أقول عندي أبغى أكمل الدراسة أبغى أكمل دراسات عليا أو أبغى أسجل أحصل على درجة الماجستير مثلا في الجامعة طيب أجي في البداية وش المدخلات علشان للعملية هذه بشكل عام إيش ممكن يكون المدخلات يعني لو سألتكم ما هي المدخلات عندي هدف أبغى أحقق أني أدرس دراسات عليا ما هي المدخلات تماما أنا أشوف الآن الشات ممتاز دكتورة هداء PDCA نعم أحيانا لأن فيه نماذج أخرى في تدد داخل جميل PDCA نستخدمها حتى في سيكس سيجما وديمنغ ديمنغ أبو الجودة طيب المدخلات أستاذ عبدالله التسجيل توفل شهادة جامعية أنا شخصيا دراستي الحالية مؤهلاتي الكواليفيكيشنز اللي وصلت لها مادية شهادة يكون عندي لغة ممتاز ويكون عندي فلوس هذه كلها مدخلات بشرية أنا جميل فعندي مدخلات سواء بشرية اللي هو أنا عندي مادية الفلوس أفوا مالية الفلوس عندي مادية اللي المؤهلات والشهادات الموجودة عندي وشهادة اختبار اللغة الإنجليزية وغيرها وعندي معلومات سواء المعلومات التي أمتلكها أو المعلومات التي لدي عن الجامعة وطريقة القبول وطريقة التسجيل ثم نأتي بعدها جميل والجدارات والقدرات والعوازم الدراسة والتواصل جميل لوازم الدراسة بتكون موارد مادية تمام ثم بعدها لما آتي العمليات يعني البروستس الخطوة الثانية للعمليات إيش بيكون عندي عمليات في دراستي في خطة إني أحصل على شهادة علمية شهادة ماجستير إيش العمليات يعني تكلمنا عن المدخلات أوكي الانبوتس الآن العمليات والشي العمليات تسجيل الدراسة وحضور الدورات أو حضور المحاضرات الدراسة في حد ذاتها المذاكرة جميل الدراسة الدراسة المذاكرة جميل جدا طيب والبحوث والمناقشة الرسالة وهذه الأشياء كلها والمعامل إذا كنت احتاج معامل هذه كلها هي العمليات التي توصلني إلى المخرجات طيب وش المخرجات في هذا الشي أيضا الاجتهاد نعم الاجتهاد هو جزء من العمليات أو المخرجات هي الحصول على الشهادة الشهادة النتيجة السجل الأكاديمي أو الشهادة اللي حصلت عليها بالإضافة إلى المعرفة التي حصلت عليها اللي يتخرج بشكل عام جميل ثم بعده يعني لو احتجت في نفس العملية قد أحيانا أكون ما جبت معدل عالي ممكن يحيانا أعمل تغذية راجعة وأشوف وين المشكلة هل كان المشكلة في قدراتي أنا كمدخلات ولا في موارد مالية ولا في موارد مادية ولا في معلومات أم كانت المشكلة في العمليات اللي ما ذكرت كويس ما ركست على البحوث كويس ما درست ورفعت قدراتي وإمكانياتي البحثية والعلمية جيدا علشان لو بأقدم بعدين في دكتورات طبعا ما رح تقدر تعيد العملية نفسها إلا إذا سجلت ماجسير ثاني وتتلافى الأخطاء لكن يعني غالبا ما رح تسجل أكثر من ماجسير أو ماجسيرين مثلا لكن عشان تتفادى الأخطاء هذه التغذية الراجعة تفيدك لما تدخل مثلا مرحلة دكتوراه أو مشروع ثاني علمي تدرس دبلوم تدرس تخصص تدرس برنامج طويل تحتاج إلى التغذية الراجعة هذه عرفت الخلال تفيدك فين فهي بشكل عام المنظومة الأداء بشكل عام هي مدخلات عمليات مخرجات طيب لو قلت خلني ناخذ مثال ثاني لو قلت مثال ثاني أنا معلم وبأبدأ العام الدراسي طيب وين المدخلات أعطوني المدخلات في معلم سيبدأ العام الدراسي أنا أشوف معاكم على التشات عندي طلاب تمام هذه موارد بشرية التجهيز للدروس جميل هذه مادية عندي المدرسة مادية عندي المناهج تحضير المواد التحضير رائع جدا أيضا عندنا الطلاب عندنا المدرسة عندنا الإدارة عندنا هذه كلها مدخلات الأستاذ نفسه نعم هو من الموارد البشرية جميل الخطة الخطة للسنوية خطة الدروس والتخطيل الخطة أوكي السنوية الدراسية جميل جدا طيب ما هي العمليات؟ العمليات خلال العام الدراسي التدريس تمام، الشرح، الحصص، طريقة التدريس، تدريس المنهج، الامتحانات هي جزء من العمليات حضور المدرسة وشرح الدروس، تجهيز المادة التعليمية والحضور، عدد الطلاب، المحاضرات جميل جدا توصيل المعلومات والمعرفة والأنشطة والاكتفيتز والفعاليات والمبادرات هذه كلها هي عبارة عن عمليات لسير العملية التعليمية طيب وش المخرجات عندي؟ النجاح، نتائج الطلاب، نتائج الطلاب، جميل جدا الآن لو قلنا مثلا في منظومة التعليم مثلا يعني عشان نحاول نبسط قدر ما نقدر لما نتكلم عن منظومة الأداء وعن مؤشرات الأداء لو قلنا هذا المعلم بالمدخلات والعمليات والمخرجات ونتائج الطلاب في مؤشرات قياس عند الإدارة، عند كيادة المدرسة، وعند الإشراف، وعند إدارة التعليم، وعند وزارة التعليم يكيسون آداء المعلم من خلال مؤشرات إيش المؤشرات هذه ببساطة قبل ما ندخل في العمق؟ مؤشرات والله كم نجر عنده؟ كم عنده الطلاب أخذوا ممتاز؟ يعني مثلا هو يدرس مئة طالب مثلا سواء مرحلة ثانية ويبتدائي متوسط ولا حتى لو جامعي يدرس مئة طالب الآن نبدأ انقيس الآداء، عندي مئة طالب ومؤشرات الآداء المفترض أنه ينجح عنده المئة كاملين يعني الآن لما نتكلم عن مدرسة الجودة أو مدرسة المستقبل اللي ما فيها رسوب، الكل ينجح طيب لو نجح تسعين طالب، يعني في هذا المؤشر، في مؤشر النجاح أخذ تسعين من مئة طيب لو رسب أو مثلا مستوى ضعيف أو مستوى غير متقن كانوا مثلا ثلاثين إذن أداءه هو سبعين في المئة لدرجة النجاح قد يكون أيضا من مؤشرات الأداء لانضباط في العمل قد يكون من مؤشرات الأداء الأكتفتز والفعاليات التي يقدمها هذه من مؤشرات الأداء كم عندي فعاليات، كم عندي أنشطة، كم عندي مبادرات تقدمها كم عندي مثلا دورات قدمها يمكن حينا للمعلمين ولا لزملاءة فهذه مؤشرات قياس أداء لمنظومة الأداء الخاصة بالمعلم طيب لو جينا كبرنا الحجم كليلا على مستوى مدرسة مدرسة مثلا فيها عشرين معلم وفيها قائد مدرسة ووكيل وإداري وإلى آخر فيها طاكم كامل لما أجي أقيس باستخدم منظومة الأداء اللي المدخلات والعمليات والمخرجات والنتائج وأقيس مؤشرات الأداء على مستوى المدرسة بأقيسها على مستوى مثلا عندهم خمسمائة طالب أقيس على مستوى الخمسمائة طالب هذه عندهم عشرين معلم أجمع أداءات العشرين معلم كاملة وتؤثر في مؤشر أداء المدرسة نفسها مثلا للنضباط، الدوام، الفعاليات كثير جدا من المؤشرات التي تستخدم لكياس أداء المدرسة مثلا وهكذا قس عليها لو كان مثلا فيه مستشفى إحنا نقيس أو فيه منظومة عمل على مستوى الطبيب أو الخصائي الطبي أو الشخص المتخصص في هذه المهنة أو الإداري أو الموظف أو حارس الأمن أو غيره عندي منظومة عمل متكاملة عبارة عن مدخلات وعمليات ومخرجات وعندي قياس آداء لهذه كلها يعني أنت يا الطبيب مطلوب منك يوميا حتى تحقلك الهدف المطلوب منك سنويا مطلوب منك يوميا أنك تستقبل في عيادتك مثلا ثمان حالات تعمل أسبوعيا عمليتين جراحية تعمل يعني أعمال مطلوبة وأقيس في النهاية مؤشرات الآداء وقلنا مؤشرات الآداء هي الحد الأدنى المطلوب هي غالبا الحد الأدنى المطلوب مطلوب منك من اثنين إلى ثلاث عمليات جراحية إذن قديت اثنين أوكي هذا الحد الأدنى قديت واحد يعني فيه مشكلة المفترض تكنيكلي يعني تكنيا أنه لما باجي أقيم الأداء الوظيفي أو بأقيم الأداء في النهاية نهاية السنة أني أخذ متوسط الأداءات على مستوى الأسابيع كاملة في السنة أو على مستوى الأشهر أو على مستوى المستوى الربع السنوي وأكسمها يعني مثلا عندي 12 شهر في السنة أداء في الشهر الأول مثلا 90% والشهر الثاني 95% في الشهر الثالث والرابع كان 100% والشهر التاسع مثلا كان 70% واللي بعده كان 100% أجمع الأعداد هذه 90 زائد 95 زائد 100 زائد 70 زائد وأكسمها على 12 علشان يكون أخرج في النهاية بمتوسط الأداء بمتوسط الأداء يعني كم طلع في النهاية أداء علشان أقيس المنظومة كاملة وأقيس الأداء بشكل عام المتوسط الحسابي نعم بطريقة المتوسط الحسابي متطلبات منظومة الأداء عندي المدخلات وعمليات ومخرجات ففي المدخلات غالبا نحتاج إلى كفاءة اللي هي أداء الأعمال بطريقة صحيحة أداء الأعمال بطريقة صحيحة في المدخلات لابد كل شيء يكون صحيح لأنني لو عملت شيء غلط العمليات راح تكون متأثرة ورح يكون فيها خلل بناء على المدخلات والمخرجات أيضا راح يكون فيها غلط فلذلك أحتاج إلى كفاءة عالية في المدخلات أحتاج إلى كفاءة عالية في المدخلات إني ما أشتغل إلا الشيء العمل بطريقة صحيحة أجي في العمليات أحتاج فيها كفاءة وفاعلية أني أدي الأعمال بطريقة صحيحة وأدي الأعمال الصحيحة في نفس الوقت تطلع عندي المخرجات اللي الفاعلية أداء الأعمال الصحيحة أني خرجت بالعمل المطلوب فعلا فإذا عندي المدخلات الكفاءة اللي هي أداء الأعمال بطريقة صحيحة ثم عندي عمليات ما بين كفاءة وفاعلية حتى تطلع عندي مخرجات فاعلية يعني تحتاج إلى فاعلية اللي هي أداء الأعمال الصحيحة هذه بشكل عام يعني نبسطها أكثر نبسطها أكثر بطريقة سهلة يعني إذا كنت في أي عمل حتى لو في تخطيط شخصي وفي طريقة شخصية يعني أخطط لي خطة شخصية علمية ولا دراسية ولا مالية أريد أن أجمع لي مبلغ من المال أو غيرها إذا كانت المدخلات عندي صحيحة يعني لما أجي أخطط وأجي أحسبها كويس المدخلات عندي صحيحة ستكون عندي العمليات صحيحة وستكون عندي المخرجات صحيحة أي انحراف أو خطأ في المدخلات سيكون عندي في العمليات خطأ وسيكون عندي في المخرجات خطأ تمام؟ هذه بشكل بسيط يقول بونتي بلير الفوز لا يعني دائما أنك الأول ولكنه يعني أنك أفضل من قبل يعني ليس المهم أن تكون الأول ولكن الأهم أن تكون أفضل من يومك السابق طيب فيه مصطلح بيمر علينا نسميه الاتزان يعني الآن عرفنا أننا نحتاج بشكل مبسط نحتاج إلى الكفاءة والفعالية لما نقيس الأداء نقيس من حيث الكفاءة والفعالية وأيضا عملية الأداء المنظومة هي مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة هذه شيئين مهمين أو نقطتين مهمة ننتقل بها إلى الخطوة التالية الآن لما نقول اتزان الأداء ما المقصود بالاتزان الأداء أو ما المقصود بالاتزان في الأداء الآن أنا أشوف الشات وأنتظر إجاباتكم إذا في أحد عنده إجابة اتزان الأداء الثبات على قوة العمل الأداء ضمن المطلوب ما في حيادية الالتزام والاستمرار ربما أعد السؤال ما المقصود بالاتزان الأداء أو الاتزان حال الثبات اعتدال جميل كل الإجابات صحيحة كلها صحيحة الثبات على قوة العمل الموازنة جميل من ناحية كفاءة المدخلات وفاعلية المخرجات جميل جدا تكارب النسب أيضا صحيح نعم جميل جدا جميل جدا لما نتكلم عن الاتزان هو الاعتدال والاستقرار والثبات كما ذكرتم هو الاعتدال والاستقرار والثبات إن أداء منظمة له أربعة محاور رئيسية أو أبعاد رئيسية أو مناظير رئيسية اللي نطلق عليها محاور الأداء الرئيسية أو نسميها حينا بطاقة الأداء المتوازن أو نسميها بلانست سكور كارد أو نسميها بي اس سي بشكل عام إحنا لما نقيس يعني هذه إحدى الطرق إننا لما نقيس أداء منظمة نقيسها بناء على أربع مرتكزات رئيسية أربع مرتكزات رئيسية اللي هي بطاقة الأداء المتوازن وبحيث أنها تمشي الأربع مرتكزات يكون العمل فيها والإجراء والنجاح والتقدم وتكون نتائجها كلها متزينة وكلها بطريقة صحيحة وبكفاءة وفاعلية المحور الأول اللي هو المحور العملاء لما نتكلم عن العملاء في البزنس نتكلم عن عملاء داخليين وعملاء خارجيين عملاء داخليين اللي الموظفين يهمني الموظفين وأي شركة ما تهتم بالموظفين فقد تخسر العمود الفقري للشركة اللي هو الرئيس المال البشري أو الموظفين فالعملاء نعني الموظفين والزبائن اللي مبرى الشركة الموظفين نسميهم عملاء داخليين العملاء اللي مبرى أو الزبائن نسميهم عملاء خارجيين يعني في شركة مثلا مبيعات أو شركة إنتاج الموظفين هذولا عملائي أنا كشركة لا بد أهتم فيهم لأن درجة اهتمامي فيهم تؤثر على الزبائن وأيضا أهتم في الزبائن ورضاهم فعدم رضا الزبائن يؤثر فأنا أهتم بمحور العملاء بشكل عام محور العمليات الداخلية اللي العمليات الداخلية ما هي العمليات وما هي الخطوات وما هي الإجراءات التي تتم داخل الشركة المحور الثالث محور التطوير والنمو learning and growth محور التطوير والنمو لا بد أن يهتم فيه حتى يكون كل يوم أحسن من اللي قبله وكل آداء وكل إنتاج يكون أحسن من اللي قبله المحور الرابع اللي هو المحور المالي financial فلما نتكلم عن بطاقة الأداء المتوازنة التي نستخدمها في قياس مؤشرات الأداء طبعا قد تكون أداء من الأدوات تستخدمها في مؤشرات قياس الأداء أو في قياس الأداء وقد يكون أستخدم قياس الأداء على مستوى شخص على مستوى أداء قد يكون على مستوى قسم قد يكون على مستوى حياتي الشخصية قد يكون على مستوى هدف معين هدف خاص أكيس الأداء بناءً عليه ولما نأخذ أمثلة بتكون واضحة بالنسبة لنا بشكل كبير جداً بإذن الله نتكون سهلة وتكون واضحة فإذا تميت بالأربعة هذه زيها زي الطاولة تكون الطاولة متزنة ويكون أداء المنظمة متزن تمام؟ لكن لو كان فيه رجل من أرجل الطاولة هذه مكسورة ولا كصيرة ولا لم تؤدى بالكفاءة والفعالية المطلوبة أو كان شغلها غير جيد شي طبيعي أدنى اختلال أو هزة أو أحد يتكي على الطاولة حتطيح الطاولة ويصير فيه مشكلة زي هذا الشركة لو كان أحد من الأربع المحاورة الرئيسية فيه مشكلة راح تنهز أو راح يكون فيه خلل وبالتالي لو رجل من الأرجل اختلت شي طبيعي إنها بتأثر على الأرجل الباقية كلها يعني تختل المنظمة نفس الشي في الشركات لو اختل قسم معين من الأكسام سيهز المنظومة بشكل عام الآن نتكلم عن مفهوم وأهمية بطاقة الأبداء المتوازن علشان أكيس أداء المنظمة عندي الجانب بأخذ كل جانب لوحدة العميل بالنسبة للعميل عندي مدخلات وعندي عمليات وعندي مخرجات في مدخلات العميل أحتاج إلى الكفاءة اللي هي أداء العمال بطريقة صحيحة العمليات تحتاج إلى كفاءة زاد فائلية والمخرجات تحتاج إلى فائلية إذا جينا للمحور الثاني العمليات عندي في كل عملية من العمليات مدخلات وعمليات داخلية ومخرجات وكل واحدة تحتاج إلى كفاءة في البداية ثم كفاءة وفاعلية ثم فاعلية كذلك التطور عندي مدخلات زي مثلا عندي في التطور والنمو عندي المدخلات والشي عندي مثلا الأفراد عندي الخطة التدريبية وخطة النمو وخطة التطوير طيب العمليات هي عمليات التدريب والتطوير والمخرجات ما هي؟ هي الحصول على زيادة المعرفة وتنمية المهارات لدى الموظفين نحتاج إلى كفاءة وفي العمليات كفاءة وفاعلية والأخير فاعلية في الجانب المالي عندي مدخلات الميزانيات والأموال هذه ثم عندي عمليات اللي العمليات المالية سواء في الربح والخسارة سواء في الزيادة والنقص في الأوامل المالية ثم عندي المخرجات كم الربح كم الشيء اللي خرشت فيه في النهاية وقد يكون أحيانا خسارة وهكذا يعني هذه أيضا تبسيط أو تحليل أكثر لمحاور الآداء بناء على بطاقة الآداء المتوازن هذه بشكل عام لا تقارن نفسك مع أي شخص في العالم إن فعلت ذلك فإنك تهين نفسك طيب نحتاج في مؤشرات الآداء تخطيط نحتاج في مؤشرات الآداء تخطيط لو سألت سؤال سريع ماذا يعني التخطيط ماذا يعني التخطيط ماذا يعني التخطيط طيب جميل جدا أنا أشوف الشات الآن وأنتظر جوابكم على التخطيط الموازنة بين المدخلات والمخرجات نعم لازم نوازن الاعتدال بين مؤشرات الأداء مثال مدرسة أهلية نعم كورونا أثر على العميل وأثرت على المنظوم ما صحيح يعني جميل جدا زي كورونا الآن لما جاءت أثرت على العميل وبناء على ذلك أثرت على التطور والنمو أثرت على النواحي المالية أثرت على المحاور الأربعة كاملة فاهتز شوي النظام لكن الشركات والجهات والمؤسسات والدول التي ثبتت وحرصت على العمل بتوازن نجحت لما جاء زي مثلا في إيطاليا في البداية كانوا يعلنون إفلاسهم بسبب عدم الاتزان عندهم ما كان فيه اتزان خاصة في النواحي المالية وفي الدعم وفي الكوادر الطبية وفي غيرها حتى جاءهم دعم مالي حتى من المافيا أعطوهم فلوس وأعطوهم مبالغ مالية وجاءهم أيضا من أمريكا الجنوبية طاقم طبي كبير كان عندهم خلل في الموارد البشرية وكان عندهم خلل في النواحي المادية أدى إلى اختلال واهتزاز المنظومة جميل جدا كورونا كمثال أثر على أداء المنظومة بشكل عام لما نتكلم على مثلا إيطاليا نحن نتكلم منظومة الدولة كاملة ترتيب الهداف التحسين والتطوير التنبو بالمستقبل والوضع هداف العمل مع فريق العمل لعمل خطة للوصول الهدف المنشود البحث عن الاحتياج الفعلي الخطة هي مجموعة أعمال بإطار زمن معين تهدف للوصول للمنتجة الأخيرة التخطيط هو معرفة الوضع الحالي والمستهدف المراد الوصول إليه جميل جدا مع تحديد الموارد المطلوبة للوصول الهدف العمل على النجاز المبني على الدراسات الهدف والتخطيط والتنفيذ طيب جميل جدا رائع جدا التخطيط زي ما قلته هو وضع خطة مدروسة ذات مسار محدد زمنيا ومكانيا وماديا وقابلية للتنفيذ بهدف رسم صورة لما سيتم إنجازه في المتقبل طيب لما أخطط الأداء ماذا يعني تخطيط الأداء هو وضع خطة تهدف إلى إرساء البنية الأساسية التي يقوم عليها تنفيذة وإنجاز فعل ما في المنظمة يعني أني أخطط الأداء أخطط العمليات من البداية من المدخلات والعمليات والمخرجات أخططها تكون مخطط عندي ما تكون والله زي ما نطلع بهذه السنة نطلع الآن لو نشوف الجهات سواء على مستويات وزارة الصحة ولا الدوائر الحكومية الأخرى ولا التعليم كل إدارة صغيرة يعني كل مستشفى يهتم بالأداء أو مواشرات أداء كل مدرسة تهتم بمواشرات الأداء كل إدارة حكومية تهتم بمواشرات الأداء كل شركة تهتم بمواشرات الأداء عندها لأنها تؤثر على جودة المخرجات العامة في النهاية يعني إذا عندي مدرسة ماهتم بجودة الأداء وبالتخطيط للأداء والعمل للشغل على الأداء الجيد المرتفع ستكون نتائج ومواشترات المدرسة في النهاية سيئة لو ما اشتغلت على جودة الأداء في مستشفى أو في عيادة أو في مستوصف أو في مركز صحي سيكون المخرجات في النهاية سيئة لن تكون مرضية يعني إن فيها خطاف في العمليات في الخطوات في الإجراءات في المدخلات في واحدة من الثلاثة هذه في خطأ معين الخطة الاستراتيجية وتحدثنا فيها أمس كثيرا وتكلمنا عن الاستراتيجيك بلاني خطة التي توضح أداء المنظمة الحالي والأولويات التي يجب أن تركز على أدائها وما الذي يجب أن تنجزه خلال الفترة الاستراتيجية القادمة طيب مكونات الخطة الاستراتيجية لو سألت سؤال عام ما هي مكونات الخطة الاستراتيجية؟ طيب العمل على النجاز المبني على الدراسات الهدف والتخطيط ووضح خطة تفصيلية تشمل خطة تشغيلية والتنفيذية لتحقيق الأهداف ومن الموارد المتاحة والمخرجات طيب مكونات الخطة الاستراتيجية جميلة عندي رؤية ورسالة وقيم وأهداف وعندي احتياجات وعندي عبارة عن عملية تهتم بإعداد خطط مناسبة مناسبة واستخرج مناصية تفرضيات حول وضع معين يعتمد على استخدام التفكير دقيق في استخدام القرار سوات أناليسيز تمام الموارد البشرية تحديد الوضع الراهن والقادم جميل جدا رائع زي ما ذكرتم وحتى من كان معنا أمس احنا ذكرنا في الخطة الاستراتيجية حتى ذكرنا يمكن عشر مكونات في الخطة الاستراتيجية لما تحدثنا عن الخطة الاستراتيجية بالتفصيل فلا بد أن يكون فيها رؤية ورسالة وقيامة أساسية للمنظمة وترصد التحديات التي تتواجهها والحلول المقترحة لتلافيها وتبين نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تكلمنا عنها أمس بنموذج استوات استوات لما نتكلم عنه بالتخطيط علشان أعمل لي خطة أوصل في النهاية إلى مؤشرات الأداء أعمل التحليل بأسلوب استوات التي تكلمنا عنها أمس بس يمكن أعيد بعض المعلومات قد يكون البعض معنا في هذا البرنامج التدريبي فقط فأسوات نموذج يتكوم من أربع جوانب الإس اللي هي نقاط القوة أشوف نقاط القوة لدي مثلا عندي إدارة شركة أشوف نقاط القوة الداخلية عندي هذا S strength W اللي هي نقاط الضعف إيش نقاط الضعف عندي في الشركة قد يكون عندي الموارد المالية ضعيفة الفلوس عندي شوي قد يكون الموظفين غير مؤهلين كويس أو ما لقيت موظف كده قوي أقدر أعتمد عليه وأدرس أيضا الفرص اللي هي O حرف O opportunities اللي هي الفرص الفرص الخارجية إيش ممكن أن أقدمك إيش الأشياء اللي ممكن أستغلها خارجيا والT اللي هي التهديدات أو التحديات اللي جيني إيش اللي ممكن يكون تهديد بالنسبة لي مثلا كورونا كان تهديد بالنسبة لي كثير من الشركات والمؤسسات المنافسة خارج السوق قد تكون تهديد لأي جهة زي مثلا على مستوى المدارس إيش التهديدات الخارجية قد يكون المنافسة الموجودة قد يكون متطلبات التعليم أو الأشياء اللي يحتاجونها قد يكون مشاركات مثلا الخارجية اللي نحتاجها قد تكون مثلا ما نستطيع أن نؤديها فتكون أحد المهديدات فدائما أعمل على صوات SW أو تي علشان أحل المنظمة بعدين لما أكتبها كلها الأربع هذه أحول كل واحد منها إلى هدف أحول كل واحد منها إلى هدف زي مثلا قلت في الشركة عندي من نقاط الضعف الداخلي عدم وجود الكفاءات البشرية طيب حول هذه إلى هدف الحصول على طاقات بشرية متميزة مثلا خلال هذه السنة أو ممكن أقول تدريب الموظفين الموجودين خلال عام على مهارات القيادة مثلا وإدارة الوقت وإدارة الأولويات والتقنية وغيرها في يكون عندي أهداف هذه الأشياء التي كانت بالنسبة لنقاط الضعف حولتها أهداف علشان أستطيع أن أنجح في خطتي الاستراتيجية وأعمل لها مؤشر في النهاية كيف أقيس هذا الأداء في من العناصر الاستراتيجية بنتكلم عنها سريعا اللي الرؤية والرسالة والقيم الرؤية هي تصف ما ترغب أن تحقق المنظمة في المستقبل الرسالة الغرض الأساسي من وجود المنظمة من نحن وماذا نريد القيم مجموعة من المبادئ والفضائل والأخلاق التي توجه السلوك لدعم رؤية ورسالة المنظمة أيضا قد يكون لدي تحديات والحلول التي واجهتها المنظمة أو من المحتمل أن تواجهها هذه لما نعمل تحليل السوات نستطيع أن نخرج بالتحديات والحلول التحليل الاستراتيجي بشكل عام وهو تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات اللي قلنا لكم SWOT في عندي أيضا الأهداف هي مجموعة نتائج الأداء النهائية كصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والتي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عندي المبادرات هي الأشطة والبرامج التي تحقق لي الأهداف يعني أخذ السلسلة هذه ببساطة أو بطريقة أخرى علشان يكون عندنا تطبيق عملي وتكون بالنسبة لنا واضحة وسهلة تخيل عندي شركة تمام؟ يعني خلوني أدخل على الوايت بورد طيب الوايت بورد واضحة عندي خلوني أقول منظمة عندي منظمة هذه المنظمة يعني الآن أنا بأعمل تبسيط للكلام النظري والفلسفي اللي قد يمر أحياناً ما يستوعبه الشخص أنا بحاول أني أبسطة الآن بطريقة شرح مبسط عندي الآن منظمة تمام؟ أعمل لها المنظمة هذه بناء مؤسسي كيف بناء مؤسسي؟ يعني أعمل لها تخطيط استراتيجي وأعمل لها هيكلة للموظفين وللوظائف ولوصف الوظائف بحيث أن يكون كل حاجة في المؤسسة واضحة ومبنية وفقاً لسياسات ولوائح وأنظمة أنا أتخذها مع مجلس الإدارة ومع فريق المسؤول أو صاحب القرار في الشركة الآن عملنا بناء مؤسسي رح نعمل أيضاً خطة استراتيجية الخطة الاستراتيجية هذه قد تكون على مستوى خمس سنوات أبغى أشتغل في هذه المؤسسة على خمس سنوات طيب في الخطة الاستراتيجية هذه بيكون عندي أهداف استراتيجية على مدى مثلاً خمس سنوات أيضاً بيكون عندي رؤية ورسالة وبيكون عندي قيم يعني الآن تخيلوا نحن نجهز عندنا شركة مشتركة شغالين حالها أهداف استراتيجية قلت خمس سنوات وبنعملها خطة استراتيجية بناءاً على رؤية ورسالة وقيم طيب بعدها رح يكون عندي على مستوى الإدارات مثلاً أنا شركة عندي إدارة مالية وإدارة إدارة موارد بشرية وعندي إدارة تسويق وعندي إدارة شؤون إدارية كل واحدة من هذه عندها أهداف وخطط أهداف وخطط تنفيذية تمام؟ على مستوى قد تكون على مستوى سنوي أو كل سنتين بحيث أنها تحقق في النهاية عندي الأهداف الاستراتيجية اللي خمس سنوات عشر سنوات خمسة عشر سنة طيب عندي الآن أهداف عندي الآن مثلاً إدارة موارد بشرية طيب عندي أكسام فرعية وعندي موظفين أعمل شيء نسميه أهداف تشغيلية بناءً أعمل خطة تشغيلية للسنة هذه أو للستة عشر هذه خطة تشغيلية وأضع لها أهداف تشغيلية يعني أنت الـ IT مطلوب منك هذه السنة أنك تحدث أو تطور البيانات أو تزيد سعة التخزين السحابي أو نعمل تحديث والتطوير للموقع هذا في الـ IT أو التصدي للهجمات أو خفو بنسبة المخاطر مثلاً الأمن السبراني أو الخلل في التكنية بنسبة 80% أو 70% هذه أهداف تشغيلية على مستوى السنة طيب أنا أعطيت الموظف اللي عندي هدف تشغيلي هذا الهدف التشغيلي أجتمع مع الموظفين ونعمل مبادرات وأنشطة مبادرات وأنشطة أخذها من الموظفين طبعاً المبادرات وأنشطة هذه تحقك الأهداف التشغيلية لكسيرة المدى وهذه الأهداف التشغيلية تحقك الأهداف والخطط التنفيذية اللي على مستوى الإدارات وهذه تحقك أهداف استراتيجية المنظمة اللي سواء خمس ولا عشر سنوات وهذه الأهداف الاستراتيجية تحقك ما عملناه في الخطة الاستراتيجية وحتى نستطيع الوصول إلى رؤية ورسالة ونحقك رؤية المنظمة وما نريد أن نصل إليه بعد خمس سنوات طيب ننزل تحت عندنا مؤشرات أداء مؤشرات أداء وطبعا مؤشرات الأداء هذه أحط في المبادرات والأنشطة مؤشرات أداء أحط في الأهداف والخطط التنفيذية الهداف التنفيذية أعمل لها مؤشرات أداء في الأهداف الاستراتيجية أعمل لها مؤشرات أداء لكن مؤشرات الأداء اللي على مستوى المبادرات هذه صغيرة مؤشر حق أبو سنة يعني مثلا هدفنا في جهة في شركة أن نحن الحصول على مثلا خلال خمس سنوات الحصول على مليون عميل جديد أنا شركة أبغى أحصل على مليون عميل جديد هذه عندي رؤية مثلا مليون عميل أني أصل إلى هذا الشيء أضع عليها خطة استراتيجية على مستوى خمس سنوات يعني عندي هدف الآن واضح مليون عميل أحط خطة على خمس سنوات مثلا أقول في السنة الأولى يكون عندي 150 ألف أو 200 ألف وفي السنة الثانية 200 ألف في السنة الثالثة عشان تكون أبسط 200 200 200 في كل سنة على مستوى خمس سنوات طيب نجي الإدارات والأقسام كل إدارة وكل قسم بيسعى في خططة تنفيذية والتشغيلية على مستوى الأفراد أنه يكسم هذه المليون يكسمها بشكل سنوي كل سنة نبغى 200 ألف كل سنة 200 ألف طيب إيش بساوي عشان أعمل 200 ألف عشان أكسب 200 ألف فأروح لكسم مثلا التسويك ونعمل خطة تسويقية تهدف أفوا تخدم الوصول لمليون عميل خلال خمس سنوات وخلال السنة هذه إلى 200 ألف عميل أروح لكسم الآي تي أشوف مع البرامج والأنشطة التشغيلية والأشياء المبادرات اللي راح نعملها علشان نشتغل على مستوى سنة للوصول إلى 200 ألف اللي هي جزء من المليون خلال السنة هذه أروح لكسم الموارد المالي أروح لكسم الأكسام كلها أشوف كل واحد من الأكسام هذه إيش راح يعمل حتى نصل إلى تحقيق هذا العدد طيب كيف أعمل مؤشرات أداء؟ على المستوى الاستراتيجي فوق المنظمة عندهم مؤشر أداء بعد خمس سنوات عندي مليون هذا مؤشر الأداء الرئيسي حقهم أنجي عند مثلاً الإدارات والأكسام عندي المؤشر الأداء السنوي هو 200 ألف أنجي عند الموظفين يمكن عندي أكسم عملي إلى شهري يعني مبادرتي هذا الشهر وشغلي هذا الشهر أني راح أجيب 20 ألف أعمل مؤشر أداء يعني مثلاً أنا موظف هدفي هذا الشهر 20 ألف عميل أعمل لي مؤشر أداء اللي هو 20 ألف عميل خلال شهر مثلاً يونيو إذا نجحت في الهدف التشغيلي والهدف التنفيذي اللي أبوه 20 ألف هذا راح أنجح في 200 ألف راح أنجح في المليون على مستوى خمس سنوات فهي عملية مترابطة لما أقيس أداء جزئي هذا يؤثر في الأداء اللي أكبر منه والأداء الأكبر يؤثر في الأداء الاستراتيجي أو الأداء العالي لو كان عندي 20 ألف هذه اللي مطلوبة من الموظف خلال هذا الشهر لو نزلت إلى 18 ألف هل راح أقدر أوصل إلى 200 ألف اللي قلت على مستوى الإدارة نفسها أو على مستوى السنة ما راح أقدر طيب هل لو بكيت بهذا التقاعس وما عدلته وما صلحته هل بقدر أصل إلى المليون ما راح أقدر يعني أي خلل في الأداء على أي مستوى سوى مستوى موظف يعني حين قد يكون موظف بسيط يؤثر في أداء المنظمة كاملة وتهتز الدنيا كلها إذا ما انتبهنا لذلك لما تكلمنا حتى في الموارد البشرية قلنا في إدارة الأداء فيه متابعة وفيه كوتشينج وفيه تدريب وفيه تطوير للموظف أثناء أداء عمله علشان ما يحصل أي خلل لأن ترى الموظف هذا لو ما انتبهت لو طورت وحسنت أداءه قد يكون زي الفيروس في الشركة قد يكون زي الوباء أو زي الجانب السلبي أو زي العامل السلبي في الشركة طيب نجي الآن على مستوى نأخذ مثال آخر لأن إذا فهمنا هذه خلاص ممكن ندخل على المعادلات بشكل سريع ونكون كل شيء واضح وفاهمينا بإذن الله سبحانه وتعالى باقينا أربع دكائق على البريك لكن بنأخذ في الأربع دكائق هذه مثالين علشان إذا فهمنا هذه المثالين أو هذا المثال سننطلق بنأخذ مثال مثلا مدرسة علشان يمكن معنا بعض المعلمين أو كيادات المدارس والمشرفين تربويين المنظمة كاملة عندي الوزارة التعليم لديها بناء مؤسسي البناء المؤسسي هذا يتكون من الهيكل الوزارة ويبدأ بالوزير ووكلاء الوزارة في هيكل تنظيمي واضح وهذا الهيكل موضح فيه مثلا مسؤوليات ومهام الوزير وطريقة اختيارة وطريقة تعيينة بالتفصيل وكذلك النواب عندي الإدارات إدارة الإشراف إدارة التطوير المهني إدارة المناهج إدارات كثيرة جدا عندنا فروع إدارات تعليم الموجودة في المناطق وكل إدارة التعليم لها هيكل مدير تعليم مساعد مدير تعليم مثلا شؤون تعليمية شؤون إدارية شؤون فنية شؤون مالية ثم تحتم الأقسام مثلا الإشراف التربوي شؤون معلمين شؤون إدارية والمالية وغيرها وهكذا حتى نصل إلى المدارس للنهاية الطرفية في المؤسسة بشكل عام تأتي الوزارة عند الوزارة خطة استراتيجية على مستوى خمس سنوات قد يكون لما يكون عندها خطة استراتيجية هي تبني الخطة الاستراتيجية على أهداف قد يكون نسبة الأهداف أو مثلا من الأهداف رفع نسبة النجاح في الاختبارات العالمية هذا هدف استراتيجي مثلا على خمس سنوات فيه اختبارات ستم ولا غيرها ولا أي اختبار عالم الحصول على مثلا مركز من المراكز الخمسة الأولى خلال خمس سنوات هذه هذا هدف استراتيجي على مستوى خمس سنوات لن فيه اختبارات العالمية تدخل فيها الوزارة لكن يكون عندها خطة استراتيجية بحيث ان الخطة الاستراتيجية هذه تشتغل على الطلاب وعلى المهلمين وعلى الإدارات وعلى كلها طيب كان الهدف هو الوصول إلى المراكز الخمسة المتقدمة خلال خمس سنوات يعني إلى 2025 في تحصيل الاختبارات العالمية طيب ننزل عندي الآن يرسلون هذا الشيء للإدارات التعليم ويقولون ترى نبغى نشارك في الاختبارات العالمية ونبغى نحصل على هذا الشيء إدارة التعليم تحط عندها ضمن خططها السنوية أنه لازم يكون عندنا المشاركة في المنافسات العالمية تهيئة الطلاب تدريب الطلاب طبعا الوزارة هل ذكرت بالتفصيل أنه لازم ندرب الطلاب ونجيب المدرسة الفلانية ونجيب المعلمين الفلانيين والمدربين الفلانيين لا هي تذكر الأشياء التي على مستوى كبير على مستوى الوزارة مثلا التنسيق مع الجهات الاختبارات العالمية استقباب خبرات عالمية ولا غيره لتدريب الطلاب والمعلمين ناتي على مستوى الإدارة تحتم بالمدارس وتتكلم المدارس نبغى خلال هذا العام يكون عندنا منافسات في الاختبارات العالمية الفلانية في تمز ولا في غيره نحتاج تدريب الطلاب نحتاج نعمل لنا برنامج تدريبي للطلاب ونضع الخطة خطتنا مثلا في إدارة تعليم الرياض أنه خلال السنة هذه لابد ندرب ألف طالب على الاختبارات العالمية الوزارة طبعا ما بتقول أبغى ندرب ألف طالب في إدارة تعليم الرياض لا هذا على مستوى إدارة التعليم الرياضة لكن تدريب ألف طالب يخدم الهدف الاستراتيجي الذي هو الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في الاختبارات العالمية مثلا طيب إدارة التعليم بتخاطب المدارس المدارس مثلا يكون عندهم في خطتهم التشغيلية تدريب عشرة طلاق الآن على مستوى مدرسة صغر الهدف طيب الآن أبغى أطبك مؤشر آداء عليها نجي عند المدرسة مؤشر آداء تدريب عشرة طلاب عشرة طلاب خلال عام 2020 تجي على مستوى الإدارة التعليم المؤشر أكبر المؤشر كبر شوي تدريب ألف طالب نجي على مستوى الوزارة يمكن تكون على مستوى الوزارة بشكل عام تدريب مثلا مئة ألف طالب من ملايين الطلاب اللي موجودين في الوزارة بتضع مؤشرات الأداء عندها تدريب مئة ألف طالب ثم توزعها للإدارات الإدارات ممكن ألف طالب ولا عشرة ألاف طالب ولا خمس ألاف طالب على حسب القدرة والإمكانات عن كل إدارة المدرسة مثلا كل مدرسة عشرة طلاب علشان مدرسة ومدرسة ومدرسة نوصل إلى ألف طالب ونبدأ نقيس أداء المدرسة بمؤشرهم اللي هو عشرة طلاب نقيس أداء إدارة تعليم لا نقيسكم أنتم على ألف طالب مثلا نقيس مؤشرات الوزارة نقيسها على مثلا مئة ألف طالب يعني على مستوى أكبر أتمنى يعني قبل ما نأخذ البريك أني فهمت الآن مؤشرات الأداء يعني بشكل عام وين أضعها وكيف أستخدمها في هذا الشيء لو قلت مثال شخصي علشان أختم بهذا المثال الشخصي وبنأخذ ربع ساعة يعني ما راح نقص من الربع ساعة مثال شخصي لو قلت أمس أعطيت مثال شخصي يعني كان في أبسط صورة لو قلت أنا منصور عندي أبغى أركز على الجانب الصحي أو أبغى أركز على مثلا تنقيس وزن معين هذه مثال بسيط جدا وزني الآن مثلا مئة أبغى في 2025 يوصل وزني 80 مثلا إذن معناته كل سنة الآن المكياس والهدف هو 80 في عام 2025 طيب معنات الآن أكسم على كل سنة مثلا أربعة كيلو في السنة تمام إذن معناته كل شهرين ممكن كيلو واحد كحد أدنى هذه الآن كحد أدنى هدفي خلال الشهرين الأولى كيلو والشهرين الثانية كيلو زيادة واللي بعدها واللي بعدها وهكذا حتى أصل إلى كم حققت في السنة حتى أصل إلى الخطوة النهائية طيب أحط لي مكياس آداء المكياس الآداء اللي هو الرقم الوزن آداء 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 الكياس وش آداء الكياس اللي هي الميزان لسكيل الميزان اللي بقى طلع عليه طيب أجي أشوف أشتغلت الآن الشهرين هذه وكنت أتبع نظام معين أجي بعد الشهرين مؤشر الأداء عندي في الشهرين هذه هو كيلو يعني يصير وزني 99 أوكي إذن أنا في السليم الشهرين اللي بعدها أني أوصل 98 طيب نهاية السنة نهاية 2020 أنه يوصل وزني أنا قلت 4 كيلو في السنة إذن يوصل وزني 96 إذا وصلت 96 أو أقل يعني هذا مؤشر أداء عندي نهاية السنة اللي هو مؤشر الأداء الوصول إلى وزن 96 نهاية السنة الأولى طيب بعد 5 سنوات ويش مؤشر الأداء عندي اللي هو الوصول إلى وزن 80 إيش أداءة الكياس الميزان هذه ببساطة وبأبسط طريقة وبأبسط صورة في وضع مؤشرات الأداء في وضع مؤشرات الأداء أبشر يا سنة العبدالله الآن بريك الآن بس باجيب في بعض رسيلة إذا فيها سيرة على التشات البقية يخذوا راح تكون في البريك طيب يقول الـ IT ما هو هو اختصار كلمة information technology information technology اللي هو تقنية المعلومات اللي هو قسم الحاسب في أي شركة قسم الحاسب وقسم اللي يهتمون بالحاسب وبصيانة الحاسب وبالشبكات وبالتهديدات اللي على الشبكة بس صار مصطلح كذا إداري أنهم يقولون الـ IT أو حتى مثلا في الوزارات قسم الـ IT اللي هي information technology للوصول للعميل break time أوكي الميزان ثمانية الترجمة طيب أكتبها على بكتبها على السبورة الـ whiteboard بكتبها على السبورة نحط هنا نحول اللغة information technology طيب هذه هي الحرف الأول اللي هو الـ i information معلومات وتكنولوجي سوري هذا technology اللي هو تكنية اللي تكنية المعلومات في اختصرونها IT information technology زي مثلا الـ HR اللي هي الموارد البشرية human resources تمام طيب أراكم من إن شاء الله بعد يعني الساعة 10 و 45 بإذن الله سبحانه وتعالى طيب السلام عليكم هل الصوتي واضحاً الآن من ناحيتي الصوت واضح طيب نستكمل نستكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله بإذن الله أنا كانت يعني التبسيط اللي عملت على الـ whiteboard قبل الفاصل إنه يكون فهمني وش معنى مؤشرات الأداء وإحنا نستخدم بطاقة الأداء المتوازن الأربع عشان يكون عندي توازن في الأداء ما شيء يطغى على شيء يعني عندي أربع جوانب رئيسية لازم أنتبه لأداءها لأنها تعتبر مثل الأربع زوايا للمؤسسة فيه مثلاً جهات ثانية أو أطراف ثانية لكنها تعتبر فرعية لكن هذه الأربع الرئيسية إذا اهتزت تختل النظام كامل زي ما شرحت لكم في النهاية نعمل مؤشرات الأداء التي هي عبارة عن أدوات لرصد وقياس نتائج الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تم إنجازها وأعطيتكم مثال على الميزان وأخذنا مثال على المدارس وأخذنا أمثلة على المستشفية معذرة طيب علاقة التحليل الاستراتيجي ببناء الخطة الاستراتيجية ما هي علاقة التحليل الاستراتيجي ببناء الخطة الاستراتيجية يمكن تكلمنا عنه بطريقة ظنية أو لما تكلمت عن التحليل السوات كيف نحن لما نحمل تحليل الاستراتيجي أن نستطيع أن نصل إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ونحولها إلى أهداف حتى نحقق الرؤية التي نريد الوصول إليها طيب لو جيت على المستوى الشخصي لما أعمل تحليل استراتيجي لأنا شخصياً علشان أحقق هدفي الذي يريد الوصول إليه فأعمل مثلاً أشوف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تخصني أنا حتى أحقق هدف معين ورؤية عندي سواء في دراسة ماجستير دكتوراه أو في إنكاس وزن أو في غيرها فأنا أحلل الوضع عندي كاملاً لأنها تساعدني فإذا ما كنت أعرف إمكاناتي وقدراتي يمكن أن أسجل ماجستير وما أقدر أواصل ولا ما أكمل إذا ما كنت أعرف إمكاناتي وقدراتي أو أشياء اللي يحتاج الفرص والتحديات اللي تواجهني ما رح أقدر أستمر في خطة مثلاً إنكاس وزن أو أني أكون رياضي أو صحي أو يكون عندي لياقة حالية فلابد أني أعرف الجوانب التفصيلية لأنها تسهل علي عملية التخطيط الاستراتيجي زي ما ذكرت لكم نتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وفق هذا النموذج هذا نموذج السوات وقلت لكم غالباً يعني من باب تأكيد المعلومات النقاط القوة والضعف غالباً وليس دائماً لكن غالباً هي نقاط داخلية داخل المؤسسة عندي داخل المستشفى عندي داخل المدرسة قد يكون عندي مثلاً في مدرسة من نقاط الضعف والله ما في ملعب رياضة ما في حوش ما في مقصف ما في قاعة اللي يسمونها مصادر تعلم هذه الأشياء غير موجودة هذه مثلاً في نقاط الضعف نقاط القوة موقع المدرسة في حي راقي عفواً عندي الطاقم التدريسي والطاقم الفني رائع جداً ومتمكن عندي أيضاً من نقاط القوة وجود مصادر تعلم وصود صالة رياضية وجود باهو أو لوبي كبير وجود تككيف في المدرسة وجود انترنت في المدرسة هذه نقاط قوة ممكن الفرص أن موقع المدرسة يساعدها في أنها مثلاً قريبة من الشارع العام أو من مكان تجاري أو على شارع تجاري يمكن أن يستخدم وفق اللوايح والأنظمة ممكن أن يستخدم بعض الأجزاء منها مثلاً للدعاية والإعلان طيب تحديات قد يكون من التحديات المدرسة جنب شارع سريع فعندنا تحديات في خروج الطلاب وزحمة الشارع وقد يكون في حوادث أو إصابات وما في إشارة وهكذا طبق هذا النموذج على حياتك الشخصية وخطتك الشخصية وطبقه حتى تنجح وطبقه على وظيفتك سواء كنت مدرس مدير مدرسة على عملك طبيب مدير طبي مسؤول طبي في شركة مدير موارد بشرية في أي مجال من المجالات طبق هذا النموذج وراح تكون الخطة الاستراتيجية قدامك واضحة سهلة سهلة جداً الخطوة اللي بعد ما أعمل التحليل كل واحد من نكاط القوة والنكاط الضعف سواء واحد اثنين ذراتة زي ما تكون أحولها إلى أهداف نكاط قوة أحولها إلى أهداف نكاط ضعف أحولها إلى أهداف الفرص طبعاً نكاط القوة أحولها إلى أهداف أحافظ عليها وأزيدها نكاط الضعف أحولها إلى أهداف بحيث بني أصلحها التحديات أحولها إلى أهداف بحيث أني أزيل هذه التحديات وأتجاوز وأتغلب على هذه التحديات الفرص بحيث أني أعمل لي أهداف كيف أستغل هذه الفرص وأقتنس هذه الفرص فيها قاعدة قاعدة ذهبية يعني إذا عندها ورقة وكلم فيسجلها الذي لديه ورقة وكلم فيسجلها الحظ يعني معادلة الحظ الحظ يساوي فرصة زائد استعداد هذه النجاح في الحياة بشكل عام الحظ يعني أحيانا نقول فلان محظوظ والله محظوظ وحظة وحظة كويس ولا يليت أن عندي حظ وإني أحصل على هذا الشيء وإني أنجح وأحقك وأساوي وأفعل الحق لأ الحظ الحظ بالضاء أخطاء الحظ له معادلة يقول لك الحظ هو فرصة زائد استعداد فرصة زائد استعداد إيش معنى فرصة زائد استعداد جتني فرصة لمنصب معين لوظيفة معينة لدراسة معينة لكن عد من بدري مخطط مرتب وضعي من بدري مرتب وضعي من بدري ومزبط أموري جت فرصة لبعثة وقالوا يلا سجلوا اللي يبغى يسجل معاكم أسبوعين آج يبغى يسجل والله أنا مجهز نفسي في في التوفل في الستيب في اختبار المعايير المهنية في الاختبار الهيئة تخصات طبية في اختبار رخصة المعلم في الاختبارات اللي مطلوبة دائما أنا جاهز أنا جاهز لكن لو ما كنت جاهز راح علي الحظ وراحت الفرصة وطارت فدائما الإنسان يكون في حياته حتى يكون محظوظ بإذن الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبعد قدر الله سبحانه وتعالى أنه دائما يستعد للفرص المتوقعة طيب السؤال كيف أكون مستعد دائما إذا خططت وتعرف أنت اتجاهك فين وعندك هدف واضح وعندك هدف واضح للمستقبل ستستطيع أن تقتنص الفرص اللي تناسبك لأن حين يمكن تجي فرص ما تبغىها أنت فما يعتبر هذه لا من الحظ ولا من غيره لأنها ما تهمني ولا تعني لي شي لا تتناسبني تماما ياما فرص كليلا في المجتمع لكن وأستطيع مثلا أي واحد يستطيع أن يشارك فيها لكنها لا تهمك عندك أولويات أخرى فمهم جدا أن الحظ يساوي فرصة زائد استعداد نكون دائما مستعدين للفرصة التي تأتي في الحياة وبعدين أحيانا إذا جاءت الفرصة إذا ما قفست والتقطت هذه الفرصة وإلا تطيع نرجع الآن كيف يكون الآداء من خلال بطاقة الآداء المتوازن طبعا لما نقول BSC أو balanced scorecard اللي هي هذه الكتابة اللي على اليمين اللي عندها الأصفة اللي بالأسود اللي balanced توازن scored هدف أو شيء نستطيع و card اللي هي بطاقة بطاقة الآداء المتوازن في عندي الأربع الرئيسيين اللي قلنا لازم نركز عليهم بشكل أساسي ونهتم فيهم لما يعني نتابع خطاطهم ونتابع آداءهم ونتابع مؤشراتهم بشكل رئيسي جوهري في الشركة في الجهة ليش؟ لأن أي واحد من هذه الأربع أي اختلال فيه ستختل الشركة ستختل الشركة أو المنظومة أو الجهة أو المؤسسة يعني هذه تعتبر أشياء رئيسية عند العميل والعمليات وقلنا التطور والمالي العميل والعمليات والتطور والمالي العميل فيه مدخلات والعمليات فيها مدخلات والتطور والنمو فيه مدخلات والجانب المالي فيه مدخلات زي ما ذكرنا قبل شوي المدخلات دائما تحتاج إلى كفاءة وقلنا الكفاءة هي إدارة الأعمال بطريقة صحيحة أساوي الشيء المطلوب بطريقة صحيحة بعدها ندخل في مرحلة عمليات وتحتاج إلى كفاءة وفعالية في كل واحدة وقلنا الكفاءة إذا أداء الأعمال بطريقة صحيحة والفعالية أداء الأعمال الصحيحة ثم بعدها نطلع إلى مخرجات اللي تحتاج إلى فعالية وهي أداء الأعمال الصحيحة أني فعلا المنتج عندي المخرج عندي أني سويت الشيء المطلوب صح شويت شغل مظبوط صح وبناء على ذلك أطلع بالآداء الفعال المتوازن اللي هو Balanced Performance أو الأداء المتوازن المطلوب إذا ركزت في كل واحد من الأربع العميل والعمليات والتطور والمالي ركزت عليه زين في أهدافه في مدخلاته وعملياته ومخرجاته في مؤشرات الأداء عنده في خطط التنفيذية والخطط التشغيلية عنده وعلى تقييمه يعني في النهاية أني أحرص على نجاحه بشكل عام سأصل إلى أداء فعال متوازن للمنظمة أو للشركة أو للمستشفى أو للمدرسة أو لأي جهة بشكل عام يعني لو جيت مدرسة العميل هو الطالب لا بد أهتم بالطالب من حيث المدخلات والعمليات التدريسية والمخرجات اللي هي النتائج أجي للعمليات عمليات التدريس والأنشطة والفعاليات والممارسات الإدارية والإجرائية والتدريسية كلها داخل مدرسة من حيث المدخلات أهتم فيها وأهتم في العمليات وأهتم في المخرجات إذا جئنا التطور والنمو سواء للمعلمين والإداريين والمدير والطلاب للجميع أهتم بها من حيث بداية المدخلات والخطط التدريبية والتطويرية سواء للكادر الإداري والمعلمين وكذلك العمليات اللي هو التنفيذ حتى أصل إلى مخرجات متوازنة المالي الميزانية اللي تعطى للمدرسة مثلاً وتنزل في حسابها أشوف من حيث المدخلات كم دخل عندي ميزانية طيب ولأنش طول إجراءات يش راح أصرفها فيه حتى أصل إلى مخرجات جيدة وأستفيد منها بقدر الإمكان لو كان عندي مستشفى العميل عندي مثلاً المريض وعندي العميل الداخلي أيضاً والطبيب والموظف فلما أهتم بالعميل من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات يعني مثلاً عندي همني ترى المريض لما يدخل في الأو بي دي مثلاً في العيادات الخارجية أهتم فيه من لحظة وصوله ومن لحظة الريسبشن الاستقبال ومن لحظة التسجيل ومن لحظة دخوله للطبيب وأنه يعرف وين يحتاج إذا يحتاج فحص وإذا يحتاج تحليل وأيضاً لما يدخل على الطبيب ولما يأخذ البرسكريبشن والوصفة الطبية ويطلع لما أهتم بالعميل حتى يصل في النهاية إلى مخرج راضي يعني العميل نفسه راضي أن يهتم من تعرف العميل على هذه المنشأة والمستشفى وغيرها يكون راضي في النهاية هذا يعتبر عندي هدف رئيسي وستراتيجي من العميل دائماً يكون راضي أجي العمليات العمليات الطبية سواء في قسم الجراحة في قسم التنوين في قسم العيادات وغيرها أجي للتطور والنمو للكادر الطبي والأطباء والممارسين الصحيين والممارسين أني أهتم بتطويرهم لأنني لو ما أهتميت بتطويرهم سيكون الآداء منخفض حتى إذا أهتميت بالعميل والعمليات والنوحة المالية بس رأس المال البشري عندي ما أطورته سيبدأ الاتزان سيبدأ الخلل في الطاولة في الأربع الأرجل واحدة منها راح تكسر شوي فأهتم بالتطور من حيث أحطنه من خطة البرامج التدريبية والأهداف التدريبية والأشياء اللي أريد أن أدربهم عليها ثم نبدأ عملية التدريب حتى نخرج بأشخاص متطورين نجي للجوانب المالية كم عندي دخل في المستشفى ولا إذا كان مستشفى خاص كم بيدخل لي فلوس ولا إذا مستشفى حكومي كم من ميزانية اللي تأتيني من الوزارة المدخلات بالخطة المالية وبالموارد المالية وكم عندي مال ولا إذا فيه مدخلات ثانية أو مثلا مأجرين بوفية في المستشفى ولا غيرها هذه كلها مدخلات مالية طيب العمليات إيش الإجراءات اللي راح يستخدم فيها المال أو المصاريف أو العمليات المالية المخرجات هل سيكون عندي عجز أم فائض أم نجاح مالي باحترافية فلما اهتم بهذه الأربع اعتبر أن كل عمود العميل هذا رجل والعمليات رجل للطاولة والتطور رجل زاوية أخرى والمالي رجل لو وضعنا فوق الطاولة اللي هو الأداء المتوازن أو خشبة الطاولة على لو فيها واحد مختل تختل الطاولة الآن عندي قياس الأداء المتوازن من خلال بطاقة الأداء المتوازن أو اللي سميناها Balance Score Card فعندي المربع اللي في الوسط اللي مكتوب الرؤية الرسالة القيم التحديات والحلول والتحليل الرباعي اللي وسوات هذه هي الخطة الاستراتيجية اللي احنا شغالين هالياها مثلاً خمس سنوات يتفرع منها أربع أرجل أو أربع ركائز رئيسية زي أرجل الطاولة اللي هي عندي العميل هاليمين وعندي العمليات فوق وعندي التطور وعندي المالي هذه الآن الأربع الأرجل أو أربع فروع علشان أحقق استراتيجيتي وحقق أهدافي وحقق يكون الأداة عندي عالي وأكون مميز طيب إذا جئنا لكل وحدة منها مثلاً نأخذ العميل اليمين العميل نفسه عندي مدخلات عمليات مخرجات تمام؟ العميل عندي أيضاً عندي أهداف وعندي خطة تشغيلية أو أهداف تشغيلية أو أهداف مثلاً تنفيذية أو أهداف حتى استراتيجية تخدمها لكن هذه الأهداف يتطلب لها مبادرات حتى أحقق هذه الأهداف والمبادرات عندي مستهدفات يعني كم أبغى أستهدف أو كم المستهدف عندي مثلاً زيادة عدد العملاء إلى مليون زي ما ذكرها في المثال قبل شوي طيب عندي مؤشرات 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 على مستوى الأفراد والتشغيلي وعلى مستوى التنفيذي وعلى مستوى الاستراتيجي عندي مؤشرات تعقيسها سواء مؤشرات شهرية أو أكبر منها مثلاً سنوية أو على خمس سنوات أو على عشر سنوات في المؤشرات عندي شغالة تمام؟ لو جيت للجانب المالي نفس الشيء طبعاً قلنا كفاءة وفاعلية والمخرجات فاعلية بعيداً عن المصطلحات يعني كفاءة وفاعلية أهم شيء إنه يكون فيه جودة حتى ما ننسينا نلخبط ولا نفكر والله نسيتش معنا الفاعلية والكفاءة أهم شيء الجودة والشغل المزبوط نأتي للمالي نفس الشيء مدخلات عمليات مخرجات وعندي أهداف ومبادرات لتحقيق هذه الأهداف ومستهدفات يعني رقم تاركت اللي نسميه تاركت أو القول وعندي مؤشرات تقيس هل أنا ماشي صح هل حققت ولا ما حققت تجي للتطور نفس الشيء وللعمليات نفس الآلية تشخيص الأداء هو أن نبحث عن الأداء المميز ونرصد إذا فيه فجوات معينة أو أخطاء أو خلل في الأداء في الشغل لأن إذا ما انتبهت للخلل من البداية راح تكون شيء طبيعي المخرجات في النهاية فيها خلل فلذلك مهمة مؤشرات الآداء أني أقيس الآداء وإذا فيه خلل يلا نعالج الخلل على طول فلذلك القياس مهم جدا في قاعدة إدارية ذهبية ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته ولا التحكم به ولا التنبؤ به ولا التخطيط له ولا شيء يعني لو قلت هدفي نقص وزني طيب هذا أقدر أقيسه إذن ما أقدر أخطط له ولا أقدر أدير هذه العملية ولا أقدر أتنبأ بها في المستقبل كيف بكون ولا أقدر أسوي أي شيء لأنه لو نقصت واحد جرام حققت الهدف ولو نقصت ثلاثين جرام ثلاثين كيلو حققت الهدف أيضا طيب لو قلت أني أكون مؤسسة ريادية ولا أكون خلينا أقول أن نكون مستشفى ناجح يعني لو نجحت بنسبة واحد في المية ولا بنسبة مئة في المية كلها سوى لأنني صرت ناجح نجحت أو أني أنجح أكون أنجح في الأداة في هذه السنة أو أني أحقق نجاحات في هذه السنة لكن إذا ما قستها إذا ما حطيت لهم كياس معين معيار زي ما تكلمنا في التخطيط الاستراتيجي نحط معايير كمية ومقاييس واضحة وقابلة للأداء وإلا بيكون صعب الكياس لما يكون عندي فجوة في الأداء يعني خطأ في الأداء إيش معنى فجوة في الأداء يعني أنا مثلا أشتغل في مثلا في التطوير أو أشتغل مثلا على جهاز حاسب آلي سكرتير أشتغل على حاسب آلي وتأخرت في تكارير مثلا على للمدير طلبها مني وسار عندي خلل في هذا الشي نجي نشوف وين الفجوة إيش الخلل الخلل أني مثلا ما أستطيع أستخدم صح أني كويس في الأوفيس بشكل عام وفي الطباعة والكتابة والتصميم لكن عندي مشكلة ترى في الإكسل ما أقدر أسوي الجداول وسويها محادلات ما أقدر فالفجوة هذه إحنا نحرص على سد الفجوة ندربه ندربك على الإكسل حتى تصير ممتاز أي تقرير نبغاه أي رسم بياني أي شيء تقدر تجيبها طول في الوقت المناسب فهذه نسميها فجوة الأداء هي المشكلة عندي في الإكسل إذا أنا سكرتير وما أعرف تسوي الجداول ورصت فجوة الأداء الفرق في الأداء اللي كان الخلل أو العمل بين الشيء اللي أنا سويه الآن والشيء اللي مطلوب أني أسويه الآن اللي أسويه أقدر أسوي لك مثلا جدول على الورد وأدخل بيانات يدويا بينما الشيء اللي المفروض أنك تسويه أنك تستخدمها إلكترونيا عشان أي تعديل في المستقبل المعادلة موجودة ومحفوظة مثلا على الإكسل فيكون عندي نتيجة جاهزة مهما تغيرت الأرقام لما أرصد فجوة الأداء وعرفت أن الخلل هنا في الإكسل نسد فجوة الأداء بحيث أني أدرب على الإكسل خلاص تدرب أخذ شهادة صار الآن professional في الإكسل إذن سديت فجوة الأداء إذن كيف بيكون الأداء أدائي أنا كمنصور سكرتير مدير أدائي سيكون ممتاز سيكون رائع بسبب أني سديت الفجوات عندي والخلل التكسير اللي عندي في الأداء التحسين وتطوير الأداء هو علاج القصور وعلاج المشاكل في الأداء هذه الحكمة الإدارية ما نستطيع كياستها نستطيع تعديله وتطويره والتحكم فيه والتنبؤ به والتخطيط له بطريقة صحيحة طيب الآن عرفنا قبل ما أدخل في كلمة المؤشر لأن ندخل شوية في مهادلات وفي مسائل مهادلات سهلة ليست رياضية كبيرة يعني زي متوسط حسابي ولا حاجة بسيطة المكسود بالمؤشر هو علامة أو أداة تستخدم لرصد شيء ما هذا المؤشر اللي نسميه indicator indicator يعني زي مثلا لمبة البنزين في السيارة أو الأمبير هذا حق البنزين هذا مؤشر مؤشر الوقود في السيارة طيب والأمبير حق السرعة هذا مؤشر للسرعة طيب والحرارة سي والأمبير والأمبير هذا اللي عندها هذا مؤشر الميزان نفسه اللي أنا أطلع عليها لشان كيس وزني هذا مؤشر هذه كلها مؤشرات زي مثلا عند المركبة ولا سيارة البوصل مؤشر والوقود مؤشر والسرعة مؤشر والتجار الرياح مؤشر مثلا في المستشفيات عدد زي مثلا مؤشرات وزارة الصحة هذه بتكون سهلة عدد الإصابات بكوفيد 19 هذه مؤشر كم عدد الإصابات هذا العدد هذه مؤشر عدد الحالات المتعافية مؤشر تعطيني هي تعطيني مؤشرات وباء أقول لك في النهاية كيف نحن نقرأها أو كيف المسؤول في وزارة الصحة يقرأها هي عبارة عن المؤشرات الأداء الرئيسية تستخدم لكياس مدى ما تحقق من أهداف المنظمة بهدف التطوير والتحسين المستمرين لأداء بحيث كان المؤشر مزبوط إذا نستمر ونواصل إذا كان المؤشر مو نخفض لا نبدأ نصلح ونعالج ونشوف الخلل وين لكي تتمكن مؤشرات الأداء من كياس أهداف المنظمة لابد الأهداف اللي نطلعها من السوات اللي قلت الذكريات القوة والضعف والفرص والتحديات وأي مبادرات وأي أنشطة بسويها أي عمل بسويه أي هدف بسويه لازم يكون الهدف الخاص فيه ذكي اللي هو سمارت جولز اللي هو اس سبيسيفك يعني محدد بالضبط ميجرابل كابل للكياس تينابل أو تشيفابل أو حينا بليكابل ريليفنت له علاقة له علاقة بخطة المنظمة لو علاقة بالشغل يعني ما يصلح أجيب أنا أنا موظف تنفيذي أنا فت ما يصلح أجيب خطة بعيدة عن الخطة الاستراتيجية وعن أهداف المنظمة ورؤيتها لا لا لازم يكون لها علاقة وتكون مترابطة ببعضها البعض أيضا تكون تايم بيست ولا تايمد ولا تايم باوند ده بزمن الآن أعطيك نأخذ مثال عليه نأخذ مثال بسيط عليه الآن أبغى أحقق هدف معين الهدف مثلا عندي خليني أقول هدف سنة هدف على مدة سنة وأنا عندي شركة انتاج انتاج مثلا موية كراتيم موية هدفي هذه السنة بيع مليون كرتون مياه مختلف الحجم تمام الآن نجي نشوف هل هو محدد أيوة بيع كراتين موية هل هو قابل للقياس أيوة يعني بنهاية السنة تعال شوف هل مليون ولا تسعمائة ألف ولا مليون ومية أقدر أقيسة هل يمكن تحقيقها نعم عندي فروع بروع المملكة كلها وعندي شراكات وعندي عقود سهلا يحقيقها هل له علاقة نعم له علاقة بشي معنا وال خط الانتاج تبعنا اللي هو انتاج المياه الصالحة للشرب هل هو محدد بزمن نعم خلال سنة يعني نهاية سنة نهاية 2020 حددته بزمن تمام لكن لو قلت والله هدفنا نحقق أرباح عالية في الشركة في بيع المياه هل هذا محدد كم الأرباح العالية هل تقصد مليون ولا عشرة مليون ولا هل تقصد ألف ولا خمسمائة ألف وقلت لك تختلف على حسب الإمكانات على حسب الشخص يعني لما ذكرنا أو أعطيكم مثال زي ماذا شخص لما يقول عندي هدف مالي شخصي في تخطيط شخصي والله هدفي المالي حتى أكون ثري وسعيد سداد ديوني بنسبة مئة بالمئة وقروضي البنكية ومستلزماتي البنكية سدادها بنهاية مثلا 20-20 علشان أكون مستقر ماليا وأكون مزبوط ماليا يجيك واحد ثاني يقول لك لا لا هذا ما هو بهدف عندي ويش معنى أنا ديوني على البنك بسيطة جدا هدفي أنا أن أزيد دخلي بنسبة 10% أو أن أوفر إلى نهاية السنة مثلا مبلغ 20 ألف كل واحد يختلف هدفه حسب ما يناسبه يعني شركة تنتاج مياه فروعها في كل أنواع مدن المملكة أنها مثلا تبيع مليون كرتون خلال سنة هذا ممكن تحقيقه لكن شركة ثانية عندها فرع بس مثلا في الدمام وما وما في مكان ثاني قد يكون يختلف ما تقدر فتختلف من شركة إلى شركة فالإنسان يضع الأهداف الذكية بناء على تحليلاته وبناء على دراسة واقعه من خلال السوات مثلا أنا يعني أبغى أحقق هدف مليون في السنة أنا دخلي مثلا في السنة 5 ألاف أو 10 ألاف غير لما يجي واحد يبغى يحقق المليون وراتبك 50 ألف ولا 100 ألف هذه تختلف تفرق فدائما نضع أهدافك بما يناسب قدراتك وإمكاناتك فدائما نكتب الأهداف بطريقة سمارت طيب خلوني أسألكم سؤال سريع جدا سؤال سريع جدا عطوني أمثلة سريعة لأهداف بطريقة سمارت طيب أوكي المخرجات فياس الهدف كوب كهوة ذا جودة عالية المدخلات كهوة جيدة ماء نار جميل جدا جميل المشاركات معادلة الحظ فرصة زايد السعداد الفرق بين المدخلات أين أنا الآن وأين أين أطوني أهداف سريعة هدف هدفين ثلاثة أطوني أهداف سريعة سمارت أهداف سريعة تكون سمارت أنتظركم على الشات بس إذا فهمنا إلى الآن بعدها بنكون سريعين في المشي هل أحد يكتب ولا طيب توفير النفقات السنوية الغير ضرورية هذا ذكي أستاذ سالم كيف أقدر أقيسه طيب كم نسبة توفير كم مقدار التوفير طيب حط لي مؤشر أداة في هذا الشيء طيب اللي بعده مثلا وصول الوزن إلى مثلا نعم أوكي اس أم وصول الوزن إلى كذا في مدة كذا نعم التغلب على نكاط الضعف وزياد نكاط القوة أتغلب على نكاط الضعف بنسبة كم وأزيد نكاط القوة بنسبة كم أبغى شيء أقدر أقيسه شوف الآن أعطيكم تعليقات شيء طبيعي عادي نتكون هدف ونعمل عليه تعليق حفظ القرآن في مدة زمنية محددة بس طبعا أستاذ عبد بتحدد هذه الفترة الزمنية مثلا نحفظ القرآن خلال ثلاث سنوات ولا خلال خمس سنوات ولا خلال عشر سنوات في ممكن أنت مثلا تقول خمس سنوات ممكن واحد ثاني يقول عشر سنوات لكني أجي أقيسها فعلا بعد خمس سنوات حفظت أو لم أحفظت على كذا أقدر أقيس الآن زي مثلا تقليل مدة انتظار المرضى إلى عشر دقائق عند انتهاء السنة نعم بنهاية 2020 ينتظر إلى عشر دقائق كحد أقصى طبعا نهاية السنة 2021 أكون حققت درجة ستة في اختبار الآيلتز ممتاز هذا أستطيع أن أقيسه تقليل وقت انتظار المرضى العيادات الخارجية نسبة 20% خلال ثلاث أشهر من 2020 نعم بحيث أني عارف كم الوقت الآن وأكل العشرين في المية يعني مثلا الوقت الآن عشر دقائق يصير ثمان دقائق خلال أو بنهاية ثلاث أشهر الأولى الحضور خمس دورات تعليمية عن الجودة في الأسبوع طيب خمس دورات تعليمية عن الجودة في الأسبوع طيب هل تستطيع أستاذة مريم أنك تحضرين خمس دورات أسبوعية في الجودة قد يكون في معيقات مثلا ما تكون متوفرة دائما أنك تلقى قد يكون معيقات مالية قد يكون معيقات عندي في الوقت هل أنا فاضي 24 ساعة ولا يومين عشان أحضر دورات في نفس الموضوع توفير النفقات سنوية بنسبة 30% بقي لها شوي أستاذ سالم مثلا خلال عام 2020 قراءة عشرة كتب في مدة سنة نعم بس طبعا نحدد السنة أي سنة مثلا خلال 2020 أو قراءة عشرة كتب سنويا في تخصصي أو أخليها عامة أو في الشريعة أو في الطب إتقان تجويد القرآن مثلا إتقان تجويد القرآن خلال سنة وبعدين التجويد هل مثلا إيش المقصود بالتجويد أحيانا يعني لما ندخل في التجويد في عندي مثلا أحكام ظهار ولا أحكام الإخفاء ولا الوقف والابتداء ولا بيحكام كثيرة جدا أحكام خاصة بمبتدئين وأحكام خاصة بمتقدمين نقاط القوة كل شيء نقاط الضعف 30% 70% تمام مثلا زيادة نقاط القوة مثلا 30% ونقاط الضعف خفضها بنسبة 70% أكره خمس أجزاء من القرآن كل يوم نعم لكن أيضا هل هذا واقعي اللي قانت أكره خمس أجزاء من القرآن كل يوم هل تقدر تكره كل يوم خمس أجزاء إذا قدرت ما شاء الله تبارك الله يعني شخص محظوظ اللي يقدر على هذا الشيء لكن هل أقدر خمس أجزاء تحتاج مني ساعة إلى ساعة ونص يوميا إني أجلس إذا أستطيع وأقدر أحفز نفسي وأستمر على هذا الشيء جميل جدا الادخار المصروفات تكون أقل من الدخل أقل من الدخل لكن احتاج أحط له وحدة قياس يعني لو كان المصروفات أقل من الدخل بريال واحد حققت الهدف اللي هو أستاذ صدى طيب لو كان المصروفات أقل من الدخل بنسبة 30% كذا أقدر أكيسها مزبوط انخفاض غياب الطلاب خلال الفصل الدراسي بنسبة 80% تمامي عواطن تعلم اللغة تعلم اللغة الصينية خلال سنة طيب تعلم اللغة الصينية أستاذ محمد بأي درجة حتى الاحتراف أو اكتساب اللغة بدرجة متوسطة مثلا أو بنسبة 50% كلما دقك تحسن كان سهل الكياس بنهاية السنة أكون حققت نجاح الخطة التشغيلية بنسبة 90% تمام أوكي تقليل نسبة الأخطاء الطبية إلى أقل من 20% يعني الحد الأقصى ما تزيد عن 20% بيكون إلى أقل من 20% نهاية 2020 نشر التوعية للعملاء بنسبة 60% خلال السنة طيب التوعية في إيش يعني إذا مجالك طبي في التوعية الطبية أي نوع من التوعية الطبية هل هي مثلا التوعية في مجال كورونا هل هي التوعية مثلا في مثلا التعامل ولا في الحقوق المريض وحقوق الطبيب وحقوق المنشآة الطبية في أي شي كلما ركزت أكثر كلما كانت أنجح طيب رفع نسبة رضا المرضى إلى أكثر من 80% عند شهر ديسمبر 2020 عند مرضى شهر يعني فهمت أن رضا المرضى إلى أكثر من 80% قبل نهاية ديسمبر 2020 جميل جدا لأن الآن أنا عارف نسبة الرضا مثلا الرضا الآن ترى عندي 70% أبغى أرفعها إلى 80% من جميع المرضى فأستطيع النياكيس عندي 1000 مريض إذن 800 مريض لازم يكونوا راضي تماما الدخل 80% والمصروف 50% لا كيف الدخل 80% رياضيا ما تزبط كده بس مثلا المصروفات تكون 50% من الدخل لأن الدخل أقول 80% من كم مثلا راتبي 5000 80% يعني يكون دخلي 4000 حطيت 1000 لكن أقول مصروفات 50% من الدخل جميل شرب 3 من الماء في اليوم وعمل رياضة نصف ساعة 4 مرات في الأسبوع جميل التدريب الموظفيين 100% خلال 2020 طيب ممتاز لكن هل أقدر يا أستاذ لطيف أني أدرب الموظفين بنسبة 100% خلال 2020 عندي 50 موظف معنات كلهم لازم يطلعون في دورات تدريبية أم يعني أي برنامج حضره ولو ساعة اعتبر أنه وظفته فيمكن أنه يحتاج تفصيل أكثر تدريب الموظفين على تحقيق تخرج الجامعين خلال سنتين تخرج الجامعية خلال سنتين أيوة أني أتخرج مثلا من الجامعة خلال سنتين يعني بحلول عام 2021 مثلا زيادة عدد من المدارس بنسبة 40% خلال 2020 تمام ممتاز إذن فهمنا هذا الشيء ونكتفي بهذه الأهداف علشان نبغى ندخل الآن في العمق تكلمنا في الأهداف الذكية في مقولة لمدام تيريزا أو الأم تيريزا إذا بدأت بتقييم الناس فإنك لنتجد الوقت لتحبهم إذا بدأت تقيم الناس وتقول هذا كويس وهذا ما هو كويس وهذا قلبه كذا وهذا فكرة كذا فلن تجد الوقت لتحب الآخرين طيب عرفنا الآن مؤشرات الأداء أنواع المؤشرات عندي مؤشرات الأداء الرئيسية حسب تصنيف مؤشرات كمية وفي عندي مؤشرات نوعية مؤشرات كمية كمية أرقام حقائق نوعية على حسب النوع ورح ناخذ عليها أمثلة تصنيف آخر على حسب مكونات الأداء طبعا الأولى على حسب تصنيف الأداء أصنف الأداء عن طريق مؤشرات كمية ومؤشرات نوعية حسب مكونات الأداء مؤشرات الكفاءة وهي التي تقيس كيمة النتائج المتحقكة من كيمة الموارد المستخدمة يعني كم وصلت لها إلى نتيجة بالنسبة للدخل الموجود عندي أو بالنسبة للموارد التي استخدمتها وفي عندي مؤشرات الفاعلية وهي التي تقيس مدى ما تم تحقيق وإنجاز مما خطط له مسبقا يعني احنا قلنا الكفاءة هي أداء الأعمال بطريقة صحيحة فمؤشرات الكفاءة هي التي تقيس كيمة النتائج المتحقكة من كيمة الموارد المستخدمة الفاعلية قلنا هي الأداء الأعمال الصحيحة وهي التي تقيس مدى ما تم تحققه وإنجازه مما خطط له خطط للوصول إلى مئة عميل وصلت إلى خمسة وتسعين إذن أبغى أوصل للنتيجة هذه بحسب محاور توازن الأداء لعندي مؤشر خاص في العميل مؤشر العمليات مؤشر التطور والنمو مؤشر مالي لكن عنده بناء مؤشرات الأداء الرئيسية لابد من مراعاة مائلة طبعا الآن يمكن فلسفيا قبل شوي يمكن واحد يقول واش المعلومات هذه صعبة ببسطها بس ببسطها من خلال المثال لابد أن يهتم في مهام المنظمة تحديد المهام وتقسيمها وتحليل خطوات أداءها ايش مهام يا أنا تكديم خدمات طبية مثلا تكديم خدمات تعليمية دراسة الطرق التي تؤدي بها المنظمة مهام وبدائلها ووضع معدل أداء لكل موظف وقسم يتماشى مع أسلوب إدارة الأداء يعني مثلا هدفنا مليون الكسم الفلاني حققوا للنسبة الفلانية والفرع الفلاني حققوا النسبة الفلانية والفرع الفلاني حققوا النسبة الفلانية أيضا خصائص معشرات الأداء لابد أن تكون متوائمة مع رؤية ورسالة وقيم المنظمة يعني أقيس شيء يخدم المنظمة ولها علاقة مباشرة بأهداف ومبادرات المنظمة كذلك أن تكون شاملة لجميع مراحل منظومة أداء المنظمة من الخط الأدنى إلى أعلى شيء أن تتميز بالصدق والثبات والوضوح يعني الصدق فعلا تقيس الشيء الذي وضعت لأجل كياسه الثبات إذا عملنا لها استخدمنا نفس القياس لكياس الشيء نفسه بعد أسبوعين بعد ثلاثة بعد وقت معين يعطي نفس النتائج أيضا أن يتم الاتفاق عليها من كبير الجميع من لهم علاقة بتحقيقها ولذلك هي جزء من الخط الاستراتيجية اللي فيه فريق يعمل الخط الاستراتيجية نضع في النهاية مؤشرات الأداء تحديد المسؤولين عن تحقيق كل جزئية وبعطيكم مثال بالتوضح لازم أخط المؤشر الأداء هذا تحقيق مثلا استقطاب مئة عميل جديد مسؤول الأداء هو عبدالعزيز بيع ثلاثين منتج خلال هذا الشهر من هو المسؤول المسؤول مثلا أمل الخفض تكاليف مثلا أو خفض تكاليف أو عملية تدوير العمل بنسبة عشرين في المئة مسؤول مسؤولية مثلا بدر وهكذا لازم أكتبها من المسؤول عن كل واحد ولما أعطيك المثال راح تشوف تحديد البيانات الإحصائية المرتبطة بكل مؤشر والتأكد من الاستفاء هنا كل شيء بالتفصيل في معادلة رياضية بسيطة كيف أحسب الكفاءة اللي قلنا نقيس المخرجات بالنسبة للمؤارد معدل الكفاءة نسبة الكفاءة بالنسبة المئوية أشوف النتائج المتحققة كم حققت وأقسمها على المؤارد اللي استخدمتها المؤارد المالية أو إذا استطيع أني أذكر مثلا المؤارد المادية وكم التكلفات ثم أضربها في 100 تعطيني النسبة 100% طبعا هذه الآن مع الإكسل ومع نظام الإكسل تحسب أوتوماتيكلي يعني ما يحتاج أنك تفكر فيها كثيرا يعني الدخل عندك خانة خانة على طول تحتها فراغات معدل الكفاءة أو مثلا يقول لك النتائج المتحققة بس داخلها كم المؤارد المستخدمة أدخلها يطلع لك على طول تلكائية معدل الكفاءة مثال معدل المرضى لكل طبيب كم في عندي مرضى لكل طبيب يساوي عدد المرضى كلهم تكسيم عدد الأطباء اللي موجودين عدد المرضى اللي في البداية اللي قدمنا لهم الخدمة اللي النتائج المتحققة على الموارد المستخدمة كم عدد الأطباء موارد بشرية ضرب مئة علشان أشوف معدل الكفاءة لكل طبيب معدل الفعالية أو الفعالية اللي هو قيمة المخرجات المتحققة على قيمة المخرجات المخطط لها أرب مئة يعني بعت تسعين والهدف عندي مئة وعشرين أكسم تسعين على مئة وعشرين ضرب مئة تعطيني النسبة مثلاً يطلع لي مئة وخمسة يطلع لي مثلاً سبعة وتسعين في المئة أو يعني النتيجة تحسب رياضية مثلاً معدل البرامج التي تم تنفيذها مثلاً في مدرسة ولا في شركة تدريب ولا غيرها يساوي عدد البرامج التدريبية المنفذة اللي هي قيمة المخرجات المتحققة على عدد البرامج التدريبية اللي عندي في الخطة اللي المخطط لها ضرب مئة مثلاً مطلوب أني أعمل هذه السنة ثمانين برنامج تدريبي حققت منها سبعين سبعين تقسيم ثمانين ضرب مئة والآن صارت تحسب على جداول الأكسل بطريقة سهلة يتحقل كتزان أداء المنظمة من خلال بطاقة الأداء المتوازن بنظرة وشمولية لكياس العنشطة والأداء يعني باختصار إذا الأربع محاور الرئيسية في الشركة وركزنا على كل هداف الشركة وكل جزئية في الشركة بكياس بوحدة كياس معينة سنستطيع أن نصل إلى درجة مرضية ودرجة نجاح في الشخص اللي في الأعلى في أعلى القيادة في أعلى الهرم عنده شيء نسميه لوحة القيادة اللي نسميها داشبورد بالأنجليزي هذا يتابع مؤشرات زي مؤشرات الأسهم طلوع ونزول وانخفاض وخط أخضر وخط أحمر وخط متوسط بحيث أنه يتابع هذا ما يتابع كل واحد كم بعتنت وكم أعلنت وكم سوقت ما يقدر لكنه يتابع هذه كلها تدخل عندها في البرنامج يعني وفق برامج حاسوبية يعني مثلا أنا منصور شغال في مكتب موظف مبيعات أدخل منتجاتي على الموقع على موقع الشركة هذه تطلع على طول عند المدير اللي عندي وتطلع عند يعني تطلع عند المدير اللي عندي مع المؤشرات الأخرى اللي عند الموظفين اللي تحت إدارته ومديري والمدير الثاني والمدير الثاني كلهم تطلع مؤشراتهم عند المسؤول الرئيسي في الداشبورد أو في الشاشة الرئيسية الداشبورد هذه هي أحد الطرق الحديثة لمتابعة سير آداء المنظمات يعني ما يحتاج أني أبقى أسأل وأتصل وأتابع فلان وأتابع فلان زي مثلاً الآن على مستوى الفيروس كورونا عند مثلاً وزارة الصحة والمسؤولين والوزير الصحة وغيرها عندها داشبورد يعني زي هذه اللي يعلمين أنها أرتفع عن خفض أرتفع عن خفض وحياناً تشوفون لما ينزلون تقارير أو في السوشال ميديا تقارير من الصحة على موقع الصحة يعطينا مؤشرات آداء زي كذا هذه المؤشرات يعني مثلاً الرسم البياني هذا هو مؤشر هو أحد المؤشرات على الداشبورد عند المسؤول في عرف أنها الآن أرتفع بنسبة 3% وأنخفض بنسبة اليوم اللي بعده 2 بعدها أرتفع بنسبة 5 بعدها أرتفع بنسبة 7% فهو يعرف أن هذه أرتفع عندي مثلاً 7% أو وصل إلى زي مثلاً الرزيرو الرتو الرثري اللي هي المقاييس يعني إذا وصلت نسبة العدوى عدد معين أو غيره أعرف أني في مرحلة خطر إذا قلت نسبة العدوى عن مثلاً 1% إذا أنا في مرحلة أمان عندي حد أدنى وحد أعلى فوائد لو حتتحكم توفير المعلومات التي يحتاجها قيادة والمنظمة تقديم المعلومات المناسبة لمن يحتاجها تمكن مختلف المسؤولين من معرفة المعلومات بشكل بسيط يعني هي تبسط ما يحتاج أشدت نفسي كثيراً أو أتحمل المسؤوليات أكثر أو أتحمل أعباء أكثر لا أنا كمسؤول يهمني المؤشرات ليس شرط في المسؤول اللي على لوحة القيادة أن يفهم التكارير بالتفصيل والخطوات الإجرائية لكل وظيفة بالتفصيل المهم عندها الأهم عندها أن يفهم كياس مؤشرات الأداء ومرحلة الوضع التمام ولا مرحلة الخطر أيضاً يستطيع إذا في خطر أن يشوف الفجوات وين ويساعد على تصحيحها في عندي مقارنات بنمر عليها سريعاً مقارنة مرجعية ومقارنة مقارنة المرجعية في داخلية وفي خارجية بش رح لكم في جمل بسيطة الآن ثم بتجاوز الشرائح لأنه يهمني المثال العملي بخطة استراتيجية كيف أعرف مثلاً في بناء مؤشرات الأداء عندي أو مثلاً كيف أكارنها بمؤشرات أداء أخرى علشان أعرف هي صح ولا أنا ماشي صح ولا غلط في عندي أنواع المقارنات في عندي مقارنة داخلية بين الأكسام بينهم بين أو بين الموظفين أو بين مثلاً بين قسم الموارد البشرية وبين قسم المالية وبين قسم المحاسبة أعمل بينهم مقارنات كم أنجل ستنت من الأهداف وكم أنجل ستنت من الأهداف وأنت من الأهداف هذه نسميها مقارنة داخلية مرجعية داخلية مثلا عندي التسويق عندهم زيارات ميدانية وقسم المخاء المشتريات عندهم زيارات ميدانية فأكيس نسبة الزيارات الميدانية عند التسويق بالنسبة لأهدافهم أكارنها حققهم مثلا 70% طيب الزيارات الميدانية عند المشتريات مثلا 80% هذه المقارنة اللي نسميها مثلا كنموذج بسيط أو مثال بسيط للمقارنة الداخلية طيب مقارنة خارجية إن عندي مستشفى هنا أكارنا بمستشفى ثاني والله عندنا الموارد البشرية أدوا هذه مؤشرات الأداء تبعهم وهذه أهدافهم وهذه نتائجهم وررنا اللي عندكم أحيانا الخارجية تكون صعبة لأن يكون فيها تنافس حتى لو كانوا مؤسسات حكومية يعني مدرسة أو مدرسة تروح المدير مدرسة ثانية وتقول ورني خطتك وأهدافك وكذا غالبا غالبا ما رح يعطيك الصد لأنه ينافسك أنت ويا منافسين لتحقيق مؤشرات الأداء أنت مستشفى مثلا في المدينة الفلانية ومعك زميل في مستشفى في مدينة ثانية تعمل المقارنة الخارجية بينك وبينها قد تعمل بين شركتك وشركة أخرى بين جهتك وجهة أخرى قد تعمل مقارنة بين وزارتك ووزارة أخرى على مستوى فهذه هي المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية احنا تكلمنا عنها يعني أنا أطيتكم شكلها وفي لها معادلة يعني معادلة تغيير الأداء لهذه المعادلة ورح تجيكم في العرض نهاية العرض كمعادلة هي سهلة حتى المعادلة شارحها بالتفصيل شارحها بالتفصيل وأيضا ما أدني أسهب في الشروحات الرياضية والبعض يتصور المؤشرات الأداء ترى صعبة لا والله أنا أبسط مما تتصورون أنا أبسط حتى من الرياضيات الابتدائية هناك من يحلم بالنجاح وهناك من يستيقب باكرا لتحقيق النجاح والسؤال أيهما سيحقق أحلامه طيب الآن ندخل بعمق أكثر في مؤشرات الأداء التقييم إذا تكلمنا عن التقييم تقييم أداء المنظمة هو أعطاء قيمة للشيء وحيث أن مفهوم أداء المنظمة هو أداء الأعمال الصحيحة وبطريقة صحيحة أداء الأعمال الصحيحة التي هي الفعالية بطريقة صحيحة التي هي الكفاءة يعني أداء الأعمال بكفاءة وفعالية أو فاعلية فإن مفهوم تقييم أداء المنظمة هو إعطاء قيمة لكفاءة وفاعلية المنظمة أعطيها قيمة طيب لكي نكيم لابد من حصر جميع البيانات الحصيحة الشاملة لمنظومة أداء المنظمة وتوثيقها تحدد مؤشرات أداء المنظمة لازم أحط مؤشرات أداء عندك مدرسة مؤشر الأداء عندك الكياس في النجاح مثلاً 90% عندك مؤشر الأداء في تدريب المعلمين نسبة 30% وهكذا أيضاً لابد أن المؤشرات تكون واضحة المسؤول عن المؤشر واضح كل مؤشر يخدم أو كل مؤشر أو مؤشرين تخدم هدف معين من الهداف يتم أيضاً تصنيف المؤشرات حسب العملاء والعمليات والتطور والمالي اللي لا أرضع المحاور الرئيسية نحدد لكل مؤشر وزن نسبي من 100 يعني 80% 70% وكل مرة كنا نقول مثال كنت أقول بنسبة كم وهي القيمة الكلية للأداء بناء على أهمية وأولوية كل مؤشر من مؤشرات الأداء أيضاً حساب قيمة مؤشرات الأداء التي تقييمها نحسبها والقيمة الكلية مؤشرات الأداء نجمعها في كل الأقسام نجمعها كلها بنسبها تعطيني مؤشر أداء المنظمة كاملة تمام؟ يعني مثلاً في التطوير النمو والتطوير اللي هو الجانب من الجوانب الأربعة اللي في بطاقة الأداء المتوازن كل موظف كل قسم أو كل دائرة أو كل مسؤول تحت التطوير والتدريب عنده مؤشرات مجموع مؤشراتهم هو يعطيني مؤشر التدريب والتطوير بشكل عام طيب المالية والتدريب والتطوير والعمليات الداخلية والعملاء هذه الأربع مؤشراتها الأربعة هي مؤشر للمؤسسة كامل وتطلع كلها على الداشبورد بطريقة هيكلية فيه الآن الأتمتالي الـ Automation اللي تحويل كل شيء إلكترونياً وأصبح استخدام التقنية الحديثة موجود في إدارة الأداء وفي كياس مؤشرات الأداء وفق برامج وأحياناً وفق تصميمات محينة على الأكسل يعني يمكن الأكسل من أبسط البرامج اللي ممكن نستخدمه في كتابة المؤشرات ليش؟ لأنني أقدر أدخل فيه معادلات يعني مثلاً هدفي في المبيعات 150 هذا الشهر ونسبة المؤشر مثلاً وزن المؤشر بيكون من 100 وأحط معادلة المبيعات الرقم اللي أدخلها في هذه الخانة تكسيم 150 ضرب 100 يعطيني النسبة تلقائية التحضير مفتاح النجاح دائماً من أسرار مؤشرات الأداء وجود خطة استراتيجية واضحة وقابلة القياس ووضع مؤشرات أداء للأهداف الاستراتيجية وإجراءات العمل أيضاً قياس ما هو مهم واحتاج إلى تحسين مهم أيضاً تشكيل فريق مؤشرات الأداء المناسبة يعني لما أعمل مؤشرات أداء أحط مثلاً مدير مسؤول في القسم أو في الإدارة أو في الوزارة أو قسم أو إدارة لمتابعة المؤشرات بحيث مهمتهم بس تابع المؤشرات مؤشرات الكسم الفلاني الموظف الفلاني المدير الفلاني المؤسسة الفلانية الفرع الفلاني العيادات الفلانية مهمهم المؤشرات وانتوا تشوفونهم الآن زي مثلاً في التعليم في موظف أو مشرف مؤشرات مثلا في الصحة في ناس يمرون على المستشفيات ويزورونهم ويكيسون المؤشرات كذلك تصميم تكرير واضحة ومحللة تساعد على اتخاذ القرار يعني لما يجي الشخص يكتب تكرير عن المؤشر ما تجي تكتب لي تكرير والله ترى نسبة النجاح 90% ونسبة التشافي 30% لما تجيبها للشخص المسؤول 30% أو 90% ما هي مؤشر واضح لابد تشرح لأنه ممكن 90% في جهة تعتبر نجاح وفي جهة أخرى تعتبر فشل زي مثلا لو قلت نسبة التشافي الآن مثلا في فيروس كورونا بتكتب نسبة التشافي 80% الآن لو كانت نسبة التشافي 80% تعتبر مؤشر صحي ممتاز ما معنات ترى أنك كتب 80% ترى هذي جيد جداً ما هي كويسة يمكن أمس كانت تشافي 30% واليوم 80% إذا ممتاز فلذلك تكتب وصف دقيق تحت المؤشر نفسه تكتب تحت المؤشر تحت النسبة اللي طلعتها أو قياس المؤشر أو نتيجة المؤشر تكتب وهذا يعتبر جيد ولا وهذا مقارنة بالعام الماضي يعتبر ارتفاع بزيادة كبيرة ولا غيرها يمكن أحياناً 30% ممتاز و90% لا ما هي كويسة على حسب الأهمية وعلى حسب الوضع السابق وعلى حسب الإمكانات وعلى حسب الفترة الزمنية أيضاً استخدام مناجية وإطار عمري متكامل لتصميم مؤشرات الأداء الآن ندخل في المثال قبل ما أدخل في المثال عندي يمكن فقط 15 شريحة باتكلم فيها في المثال إذا فهمناها في البداية بننهي 15 شريحة هذه في 15 دقيقة اللي هو الوقت المتبقي عندنا فهمنا الآن يعني بشكل عام مؤشر الأداء هو يقيس أدائي سواء على المستوى التشغيلي ولا التنفيذي ولا الاستراتيجي يعني كم حققت كم سويت كم أنجزت حتى الآن هذه هي ونبني في المؤسسات بناء على أربع محاول رئيسية اللي يقولنا العميل والعمليات الداخلية والتطوير والتدريب والرابع هي النواحي المالية اللي تعتبر ركائز أساسية في أي شركة وطبعاً نكسم الأكسام بتقول عندي الأكسام والله مختلفة نكسم الأكسام بناء على هذا الجانب الآن عندي احنا نسميها كذا منظور العملاء اللي واحد من الأربع الركائز في بطاقة الأداء المتوازن الآن ركزوا بحاول أبسطها بأكبر قادر ممكن علشان نختم بمثال واضح وبسيط تقولوني والله الكلام كله سهل الآن منظور العملاء هذا واحد تمام أجي أحط له أهداف أهداف مثلاً استراتيجية أهداف لثلاث سنوات لخمس سنوات لسنة عندي أهداف فأحط شوف الترقيم بالأزرق عين اللي هو عملاء واحد اللي هو الهدف الأول عين اللي هو عملاء عندي رقم اثنين تميز الخدمات اللوجستية عين اللي هو منظور العملاء ثلاثة معالجة مشاكل الموزعين طبعاً هذه عندي الآن أهداف راح أحلل فيها الآن فإحنا بدأنا الآن عندي أخدت واحد من المناظير الأربعة أخدت الآن العملاء رمزت له بعين وبعدين أحط نقطة واحد الهدف الأول عين اثنين الهدف الثاني عين ثلاثة الهدف الثالث زي ماذا منظور العمليات الداخلية هذا اللي هو المحور الثاني من الأربع المحاور الرئيسية رمزة دال تذكروا دال لأن بعد شوي بيطلع لصبحات أكبر الهدف الأول استحداث خدمات تخصصية الهدف الثاني رفع الكفاءة المؤسسية مثلاً هذه أمثلة دال ثلاثة اللي هو العمليات الداخلية بناء شراكات استراتيجية فعالة دال أربعة مثلاً الاستخدام الأمثل للتقنية داخل المؤسسة الآن منظور التطور والنمو رمزة لاب تا الهدف الأول تحقيق رضا العاملين التا الثاني اللي هو التطور والنمو اثنين تمكين رأس المال البشري تطوير والنمو اللي هو تا ثلاثة تطوير بيئة العمل المنظور المالي اللي هو الركيزة الرابعة في بطاقة الأداء المتوازن وفي قياس الأداء عندي ميم حطيت لها حرف ميم علشان مالي ميم واحد تحقيق الكفاءة المالية تمام؟ لاحظاً عندي هنا هدف قبل كان ثلاثة هداف أو أربعة هداف ركز يعني قد يكون عندي هدف هدفين ثلاثة أربعة أهداف يعني عامة الآن نشوف ركزوا لي في الشاشة هذه بشرحها ببساطة عندي أولاً المنظور المنظور اللي هي الأربع الأشياء الأساسية اللي قلنا في بطاقة الأداء المتوازن عندي العملاء وعندي العمليات الداخلية وعندي التطور والنمو وعندي المالي أجي أجتمع مع المسؤولين وأصحاب القرار في الشركة ولا في المستشفى أقول لهم الآن عندي العمليات العملاء والعمليات والتطور والمالي هذه مئة في المئة من المنظمة هذه المكونات الكاملة للمنظمة طيب خلال الثلاث سنوات هذه كم بيشكل عندنا لإن الاهتمام بمنظور العملاء بشكل عام في المنظمة إيش نعطيه اهتمام أكثر له فمثلا نتفق العملاء خلينا نعطيه عشرين في المئة من الوزن العام المئة في المئة من الشركة طيب العمليات الداخلية والله نبغى نهتم فيها أكثر خلينا نعطيها اهتمام ثلاثين في المئة طيب التطور والنمو نعطيه عشرين في المئة لأن الأمور ماشية عندنا تمام طيب المالي والله عندنا ترى مالي مهتز شوي خلينا نركز عليه 30 ممكن تحط 15 و35 وتتكلل وتكثر بالاتفاق مع أصحاب القرار في المستشفى في المنظمة في الوزارة في غيره طيب إذا قلنا العملاء 20% وعندي الثلاث الأهداف الاستراتيجية تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية تميز الخدمة اللوجستية معالجة مشاكل مهزئين طيب الآن احنا شغالين في العملاء الصورة الذهنية كم تبقوا نهتم بها هذه السنة أو هذه الفترة قالوا اتفقنا 25 لأن ترى الناس عارفين وعندنا مثلا هوية وشغلنا كويس طيب الخدمات اللوجستية والله ترى عندنا ضعف في الخدمات اللوجستية لذلك لازم نركز عليها طيب كم تشوفوا نحط لها والله نحط لها ترى 40 تأيدون أوكي حط لها 40 طيب معالجة مشاكل مهزئين نحط لها 35 لأنها يعني بين بين نجي للعمليات الداخلية حطينا لها 30% من الشركة من مكياس الأربع هذه كنا نهتم بها هي أكثر شوي طيب فيها أربع استحداث خدمات تخصصية وكفاءة مؤسسية وبناء شراكات واستخدام طيب نتفك أيضا استحداث خدمات تخصصية نبغى تخصصات جديدة نبغى جراحتية ومواحد نبغى رعاية صحية أولية نبغى نساء وولادة نبغى بلاستيك سيرجيري طيب استحداث خدمات تخصصية والله نبغى نتوسع عندنا أمكانات طيب خلوها 35 رفع الكفاءة المؤسسية بشكل عام في المهارد البشرية والمادية والماليئية نركز عليها بـ 30 بناء شراكات استراتيجية فعالة نحن ترى عندنا شراكات كويسة ممكن نزيد واحدة ولا ثنتين طيب نعطيها من 25% من العمليات الداخلية والاستخدام لأمثل التكنية وهكذا نسوي نفس الشي في تحقيق ريضة العاملين بحيث الثلاث تعطيني 100% آخر شي تحقيق الكفاءة المالية عندي هدف واحد إذن وزنه 100 طيب الآن واضحة ركز عندي الوزن اللي علي سار 25% و40% و35% تساوي 100% المئة في المئة هذه إذا حققت 100% في هذه فمعنات أني حققت على اليمين 20% كاملة يعني وصلت هنا 20% طيب إذا حققت في هذه الزركاء نفسها اللي في العملاء اللي 25 و40 و35 حققت فيها مثلا 80% فمعنات تراني جبت في العملاء 18% من 20% مثلا بحسبة رياضية عشان إجابة صحيحة طيب نجي للعمليات الداخلية 35 و35 و10 هذه كلها 100% طيب إذا جبت 80% يعني أني جبت 80% من 30 هذه العمليات الداخلية يعني أقول 80% معنات أني كأني جبت 26 من 30 لأني بعدين بأحسب كم جبت في العملاء مثلا 18 وفي العملاء الداخلية 26 ومثلا في النمو والتطور جبت 20 مثلا والمالي جبت 23 أجمعها تعطيني 100 كاملة حقة المؤسسة كاملة واضح الآن لأن ترى 25% هذه لتأزيز الصورة الدينية 25 و40 بنفرعها الآن طبعا نخط لما نخط الأهداف هذه نخط دليل تفصيلي لها ناخد الآن مثلا منظور العمليات حطينا منظور العمليات وزنه 20% عدد الأهداف فيه ثلاثة الأهداف الثلاثة اللي كانت فوق هنا اللي تعزيز الصورة الذهنية وتميز الخدمات ومعالجة المشكلات أحط لها مؤشرات كيف أعرف أني عزز الصورة الذهنية حط مؤشرات قابلة للقياس مثلا أحط لها اثنين والجستية أحط لها ثلاثة والمشكلات أحط لها أربعة بحيث أني مثلا من اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة مؤشرات لكل واحد من الأهداف هذه فوصلت بعد ما حللت ووضعت مؤشرات أنه سار عندي وزن المنظور بشكل عام 20% من الأربع المناظير الأساسية اللي تشكل المئة في المئة عندي إلى ثلاثة أهداف استراتيجية الهداف الاستراتيجية هذه مجموع المؤشرات حق ثلاثة أهداف الاستراتيجية 12 مؤشر مثلا أقليس مثلا تعزيز صورة الهوية أقول مثلا زيادة التواجد على السوشال ميديا ولا على الانستجرام بنسبة 20 مئة ولا طرح منشور يوميا لمدة ثلاثة أشهر أحط لها مؤشرات آداء زي كذا مؤشرات آداء وأقدر أقليسها على حسب ما يناسب طيب تصير عندي الصورة اللي بعدها نكتبها بهذه الطريقة الرمز اللي هو عين اللي قلنا عين يعني عملاء واحد اللي هو الهدف الاستراتيجي الأول عندي الهدف الأول اللي اسمه كان تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمنظمة طيب كم وزن هذا الهدف بالنسبة للعملاء وزنه 25% طبعا أخذت من اللوحة الأولى ديك طيب عرف لي الهدف الاستراتيجي أنت صحيح تقول لي الآن تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية المنظمة كيف نقول لك والله تسعى المنظمة إلى إبراز هويتها ورفع مستوى رضا أصحاب المصلحة اللي هو الستيك هولدرز والشير هولدرز عنها مجلس الإدارة والجهات الإشرافية والمستبيدين والمجتمع ككل وتكوين صورة ذهنية إيجابية عنها وفتح كنوات تواصل فعالة تضمن ديموم التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الآن أخذنا من المنظور الأول العملاء أخذنا الهدف الأول وكم وزن الهدف وعرفناه الآن عندي الهدف الاستراتيجي لتعديد الصورة الذهنية الإيجابية للعملاء نضع له مؤشرات الآن قلنا عندي عيل يعني عملاء اللي هو منظور عملاء عندي واحد الأولى اللي هو الهدف الاستراتيجي الأول اللي هو تعزيز الصورة الذهنية بعدين نقطة عندي الواحد الثاني اللي هو مؤشر الأداء الأول لهذا الهدف الاستراتيجي مثلا عندي نسبة رضاء أصحاب المصلحة عن الجمعية عن المدرسة عن المستشفى عن الجهة طيب كم نحط له وزن نحط له 50% هذا يهمني والله مثلا هذا يهمنا يهمك من إيش 50% هذه من كم من 100% حق التعزيز الصورة الذهنية الإيجابية تمام طيب عدد كنوات تواصل فعالة هذه 25% أهميتها حاليا اللي هو رقم 2 عين اللي عملاء واحد تعزيز الصورة الذهنية الهدف الاستراتيجي الأول اثنين اللي هو المؤشر طيب عين واحد ثلاثة عدد البرامج الإعلامية المنفذة هذه نحط لها وزن 25% الآن دخلنا في العمق أكثر يصير عندي بالطريقة التالية يعني في أيضا لما نكتب المؤشرات نكتبها هذه كل واحدة في ورقة يعني بالتفصيل رمز المؤشر طبعا عندي المنظور المنظور اللي هو العملاء اللي هو عين نحن الآن ما زلنا في العملاء عين تمام الهدف الاستراتيجي تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمنظمة تمام اللي هو قلنا عين نقطة واحد والمؤشر اللي هو نسبة رضا أصحاب المصلحة على المنظمة نحط نقطة واحد إذا سار عندي عين هنا علي سار فوق رمز المؤشر عين عملاء واحد اللي هو الهدف الاستراتيجي الأول واحد اللي هو المؤشر نسبة رضا أصحاب المصلحة طيب ايش معنى الوزن الوزن لما نجي المنظور العملاء وزن المنظور 20% من المنظير الأربعة للمؤسسة ككل طيب الهدف الاستراتيجي قلنا تعزيز الصورة الدينية اللي جاء به المنظمة كم وزن هذا بالنسبة للعملاء 20% كم وزنه فيها يعني 25% 25% من 20% اللي في فوقها يعني 5 لو جبت 5 تمام يعني معناتها فول مارك المؤشر نسبة رضا أصحاب المصلحة عن المنظمة وهذا المؤشر وزنه 50% من الهدف اللي فوقها اللي هو 25% يعني لو جبت 12 ونص هنا جبت فول مارك تمام بعدين نعمل تعريف للمؤشر يقيس كفاءة المنظمة في تعزيز الصورة الدينية عنها بتحقيق أصلاف أصحاب المصلحة مجلس الإدارة إلى آخر وحدة القياس وحدة القياس كيف باقيسة باقيسة بنسبة مئوية مثلا في المئة الكطبية موجبة شمعنا الكطبية موجبة في عندي كطبيتين في مؤشرات الأداء الكطبية الموجبة لما يكون الإضافة أفضل والكطبية السالبة لما يكون التخفيض أفضل يعني مثلا في الدخل أبغى زيادة الدخل هذا الآن هدف ممتاز هذا موجب طيب في المصاريف والإنفاق لما أقول خفض الإنفاق وخفض المصاريف هذا سالب الكطبية بس إنه ممتاز أيوة خليني أنزل بالسالب بس إن النزول بالسالب هذا يعتبر عندي إيجابي فإذا كانت الكطبية موجبة هي في الزيادة وهذه تعتبر صح على حسب المؤشر وإذا كانت الكطبية في إنقاص أو تخفيض التكاليف المالية أو تخفيض الهدر أو تخفيض الفواتير هذه تعتبر كطبية سالبة لكنها تعتبر هدف وتعتبر حاجة كويسة دورية القياس كل نص سنة كل ستة شهور سنقص هذا المؤشر المعادلة التي يستبيان عن طريق استطلاع الرأي سنستخدم الاستبيانات المستهدف خمسين في المئة من العملاء طيب المسؤول عن تحديد المستهدف من اللي يحدد العملاء هم المستهدف أو يمكن الموظفين أو يمكن أصحاب الشركات أو يمكن المجلس الإدارة من يحدد المستهدفين المدير التنفيذي وأحط اسمها مثلاً عبد العزيز ولا بندر ولا من يكون مالك المؤشر الشخص اللي مسؤوليته أمام المدير التنفيذي في المؤشر هذا مثلاً قسم العلاقات العامة والإعلام والشراكات أو قسم الموارد البشرية أو قسم التمريض أو قسم العيادات الخارجية أو قسم الإدارة المدرسية طيب من اللي بيكيس على هذولا على المالك المؤشر والمسؤول اللي هو أخصائي قياس الأداء ويمكن نحدد شخص خارجي أو شخص متخصص في الشركة أو جاء معينة طيب كنا المسؤول عن تحديد المستهدف المدير التنفيذي ومالك المؤشر رئيس العلاقات هل يستطيع رئيس العلاقات أن ينفذ المؤشر لوحده لا يحتاج ناس من أكسام ذانية أكتب تحت المسؤول عن تحقيق المستهدف هو المدير التنفيذي ورئيس قسم العلاقات ورئيس قسم التدريب ورئيس قسم الخدمات المساندة ورئيس قسم شؤون إدارية لأن هذولا كلهم بينهم عمل منسق متكامل لتحقيقه بس مين اللي يدير العملية ويدير المؤشر وإذا احتاج شيء من المدير التنفيذي ولا التدريب ولا الخدمات مين اللي يتولى هذه العملية اللي يقوم مالك المؤشر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وشركات وزن المؤشر الآن 2.5% يعني إذا 2.5% في المنظمة ككل المنظمة أعلى الهرب المنظمة تنكسم إلى أربع مناظير كل منظور فيه هدف استراتيجية كل هدف استراتيجي فيه مؤشرات كل مؤشر له وزن يعني 50% يعني الآن رياضيا 50% من 25% من 20% من المئة في المئة اللي هي المنظمة كاملة لو حسبتها حسبة رياضية حتحسب لي حتطلع لي 2.5 زي مثلا الآن دال قلنا العمليات الداخلية دال 1 و 3 دال اللي هي العمليات الداخلية واحد الهدف الاستراتيجي الأول ثلاثة اللي هي المؤشر الأداء الثالث أداء مراكز الخدمات المستحدثة الحالة نحطها بالأخضر الأكسل طبعا يساعدنا في هذا الشيء يعني الحالة في هذا المؤشر الآن شغال تمام محققين الهدف الكطبية موجب لزيادة عدد المراكز الوزن وزنها بالنسبة للمؤشر هذا للمنظمة ككل 1.8 1.8% الدولية كم نحسبها دائما نصف سنوي معادلة القياس بالعدد كم عدد المراكز كيف أقيسها ما نقول نسبة 50% من المراكز لا كم عدد مراكز التدريب المستحدثين عندي في التدريب في إدارة التدريب أو في قسم التدريب طيب الآن هذه زي الداشبورد هذه عند المسؤول الكبير أو المدير التنفيذي أو المجلس الإدارة أمامهم شاشة مجرد أنا في أي جهة في أي طرف دخلت بيانات عندي كم حققنا حتى الآن أو لما أكون أنا المسؤول عن متابعة المؤشر وشفت كم وصلنا ودخلتها على الإكسل ولا على السوفتوير على البرنامج يطلع عند المسؤول الكبير داشبورد بهذا الشكل الخط الأحمر طبعا مفترض أن الرسمة للخطوط الحمران هتنزل تحت شوي بس أنه مضغوطة في الصورة عندي حد أدنى وعندي حد أعلى وعندي المؤشر في الوسط حد أدنى أحمر لا تنقص عن حد الأحمر وحد أعلى اللي هو الحد الأخضر لا تزيد عنها لأن أحياناً الزيادة هدر موارد مالية غير مخطط لها وموارد بشرية ووقت وفكر وجهد وكل شي فتكون أحياناً حتى الزيادة تكون سلبية فخليك في الريت هذا بين الخط الأحمر والأخضر الخط الأزرق هو الفعلي اللي إحنا نحققه مثلاً الآن واللي ندخله في البرنامج الأكسل واللي ندخله في النظام علشان يطلع عند المسؤول فيكون عندي المؤشر كذا مثلاً بدنا من اليسار صار عندي هبوط في البداية بعدين نرتفعنا بعدين نزلنا بعدين نرتفع ويعطي مؤشر بهذا الشي فدائماً اللي على الكنترول بانيل أو اللي على الداشبورد ما يتابع كل تفاصيل والله كم زودتوا وكم دربتوا وكم فتحتوا مراكز وكم لكنه يكراهنا والله عندنا نزلنا الخط الأحمر وين المشكلة اضغط عليه وشوف المشكلة إلى ندخلك يعلم لك وين المشكلة وين موقعها بالضبط لما نعمل الخطة المؤشرات لازم نشرح للموظفين بالتفصيل الكلام اللي أنا شرحته لكم الآن في المثال هذا لازم نعلم لهم بالتفصيل كل الموظفين صحيح اللي خطط مثلاً رؤساء لك سام ولا المسؤولين ولا أصحاب القرار لكن بعدين يعملون خطة توعية سبعين أربعة شهر لجميع الموظفين وكل واحد يفهم مؤشراته وترى مطلوب منك مثلاً أنت اللي على السوشال ميديا مطلوب منك أنك تشتغل بتعزيز الصورة الذينية وأنت اللي في المبيعات تزيد المبيعات وأنت اللي في التدريب تزيد المراكز التدريب وهكذا طيب أكون على كده إن شاء الله أن يكون شرح المثال وبعدين لما أرسلكم إن شاء الله العرض راح تراجعونا ورح تكون واضحة وبسيطة واضحة وبسيطة جداً فرح تكون واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى والسؤال الآن ماذا استفدت من هذا البرنامج وماذا تريد أن تقول إذا أحد عنده تعليق على الأربع البرامج أو غيره طيب أشوف التعليقات الآن معذرة يمكن زودنا بخمس عشر دقائق بس أنا ما بغي أفصل أي المثال أنه يكون متسلسل طيب دكتور تفضل الله يحفظك الله يحفظك الجميع حتى اللي يبغى يداخل صوت ممكن يرفع يده يداخل صوت قل هي آخر يوم ممكن طيب أوكي تفضل أيوة فيها الأخ عبود نفتحنا المايك خيب تفضل تفضل أخي عبود السلام عليكم السلام عليكم السلام رفض الله بندر زهران معكم لكن المعرف عبود لأن بولا سعى الله خيب سمى الإيميل بسم أي خيب الله الحقيقة أنا أتقدم بالشغر جزيل لأخونا الكبير سعد دكتور منصور ونسأل الله أن يجعل ما قدم في الموزنين أعماله وأعمالكم جميعا القائمين على العنظيم الحقيقة أنا حضرت دورات تخطيط استراتيجي ومشارات أداء لأني أعمل في مكتب توعية الجاليات بشمال الرياض وكان عندنا خطة استراتيجية ويعني جلتنا فيها ورش عمل كثيرة جدا حتى في أيام الإجازات ويعني أفادتنا كثيرا لكن كان الفرق الآن مع الدكتور منصور هو ما يسميه يعني سواء يعني أول ما أعطان في الفاتيح التعليم السلاحة أنه لابد أكون في عندي كتلة شيء موجود حتى أو محسوس حتى أني أقهم جميع الأشياء النظرية فيعني كان مثل الزورة يعني من بدايةها من الموارد البشرية ثم القيادات ثم التخطيط والآن كانت جدا رائعة ويعني ما أود لنا نقل يعني على الدكتور فهو لا يحب المبيح أكيد في هذا الدمور وإنما هي شهادة حق وأنا أستفدت كثيرا من خلال هذه الدورات الأربع لأن اللغة بسيطة والأمثلة واضحة وخصوصا التخطيط الشخصي الذي كان في الثماني مجالات ليلة المالح يعني هذا كان شيء يعني شيء جبار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجديكم خير للجزاء هذا ما أردت أن أداخل به وجزاكم المؤمن بزاك الله خير وأشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزلكنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد وأن ينفعنا بما علمنا وحقيقة يعني ما يثلج الصدر والله ما يثلج الصدر في النهاية هو أن فعلا المشارك أو من حضر رغم أني أعلم كل واحد فيكم بيت خبرة في مجال محين وعميق في مجال محين لكن أن نخرج بفائدة ونخرج بأثر وبذكر حسن وبسيرة طيبة وأن نكون من المؤثرين بالناحية الإيجابية على الآخرين بإذن الله سبحانه وتعالى أشكرك أستاذي الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك بما تعمل وأنت سبيج من هذه الدورات في عملك شكر المهندس بندر الزهراني على هذه المداخلة في معنا برضو مداخلة الأخت جميلة نفتح المجال نفتح المجال نفتح المايك من عندك طيب يمكن عندها مثلا خلال تكني ولا شيء في أحد يبغي داخل يرفع يده طيب الشات في شيء دكتور يعني أشكر كل من كتب حينما ما يمديني ترى أكرى الأسماء لكن قرأت استجابات سريعة وقرأت ردود الأفعال فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيكم ويزينا ويوفقنا وإياكم جميع عندي كل خير أشكر كلماتكم الجميلة والرائعة وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في دورات قادمة في المستقبل الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يجمعنا وإياكم على خير تشرفت حقيقة بوجودي معكم وخلال الرحلة هذه الستة أيام بإذن الله سبحانه وتعالى أن بيكون عندي دورات قادمة عندي دورة عندي دورة مجانية الثلاثاء القادم وفي دورة بعدها الأربعاء بتكون في تصميم الحكائب بإذن الله أني أنزلها لكم في القروب أو تلقونها في الإنستجرام عندي على طول رح تنزل وبعدها في مجموعة برامج طوال الثلاثة الأشهر القادمة خطتها موجودة جاهزة عند المنسكين لكن منسكين مختلفين أيضاً أيضاً لو تيسر نحن نلتكي بكم بإذن الله في دورات قادمة فسأتشرف وسأكون سعيد جداً في أيضاً دورة في باللغة الإنجليزية رح تكون في نهاية تقريباً شهر عشرة مجانية عن موضوع معين عن جائحة عن مهارات الكرن الحادي والعشرين بس أنها تكون باللغة الإنجليزية إن شاء الله طبعاً المراكز التدريب يحياناً تختلف فأي بروشور خاص فيني أنا نزل على الإنستجرام وفي منسكين حقيقة الآن يمكن عندي أربع جهات منسكة كل جهات تنسك من طرفها فيها نقطة يا دكتور بالنسبة للزملاء اللي يسألون الدكتور ليس مرتبط بالمعهد أو بالمركز ولا أنا كذلك إحنا بالنسبة للدكتور فهو مدرب يدرب في كل المراكز حسب ما تتاح لها الفرصة بالنسبة اللي أنا كنت أنا المنسق للبرنامج هذا أي تفاصيل أي ملاحظات تخص مركز التحفيز هذا يرد عليها المركز نفسه سألوني عن موضوع تصميم الشهادات أن بعضهم عجبت تصميم تصميم أنا حضرت دورات كثير نفس التصميم ما تغير نفسه هذا نفس اللي قدموه للمركز التحفيز وليس دفاعا عنهم لكن هذه حقيقة موضوع تصميم الشهادة أنه يأثر ما رح يأثر لأنه السيفي يعتمد على وجود شهادة معتمدة فقط لا يعتمد على شكل الشهادة وستبقى في ملف الموظف أو الشخص اللي أخذ الدورة أما شكل التصميم ما عجبك أو كذا هذه أشياء لا تخصنا تخص المركز المسؤول ممكن تتواصلون مع المركز نفسه إذا ما عجبكم التصميم لكن أنا بالنسبة لشهادات كثير حصلت عليها نفس التصميم وأنا أرى أن التصميم جيد ولا في أي خلاف ما أدري عندك شي يبدون المنصة أستاذ عبد العزيز المنصة هي خاصة بالمؤسسة ليست خاصة بالمركز المنصة خاصة بالمؤسسة في الرياض وهم من يضعون الكلمات الأساسية في الشهادة ويضعون عندهم المحايير والمقاييس لأن قبل كنت أدير بعض الجهات في التدريب مع المؤسسة هم من يضع المقاييس والمحايير ويرفضون بعض العبارات أو بعض الكلمات أو بعض الرسومات والأشكال يعني تصميم موحد لجميع المراكز يبدو أن تصميم موحد لجميع المراكز لأن من يدير منصة منار هي المؤسسة في الرياض على مستوى مراكز المملكة كلها صحيح أي مركز غير معتمد ما يدخل اليوم فكلامك صحيح فعلا أن تصميم المنصة وليس تصميم المركز قبل كانت المراكز هي اللي تصمم ويطبعونها عندهم قبل منار فكان كل مركز يتفنم في المخرج وفي الورق وفي الشعارات وفي الألوان ويطلع لك كده فعلا فخمة الآن صار لا صار خلاص إلكترونيا وتأخذها خاصة يعني لما بدأت جاحة كورونا صارت كل شيء إلكتروني وعندهم بيانات رئيسية حتى لو ما طبعت الشهادة على طول أصلا عندك منار موجودة يعني لو تأخذ بكرة دورة مع مركز سيم من الناس بتنزلك في نفس حسابك في منار بعد شهر تأخذ في صاد مركز ثاني رح تنزل كلها في نفس الموقع أنا لقيت شهادات يعني على عشر سنوات وعلى خمسة عشر سنة من عشرات المراكز المختلفة على مستوى المملكة فوجدتها كلها موجودة عندي على الصفحة وكلها تخرج لي بنفس التصميم في برضو مراحضة بالنسبة للأخوان اللي أرسلوا لنا وطلبوا الشهادات بلغة الإنجليزية طبعا هننا أرسلنا للمعهد المعهد رح يصدرها من عنده الشهادات اللي بلغة الإنجليزية ورح توصلكم إن شاء الله بإذن الله على الإيميل الموجود عندنا هذه بالنسبة للي طلبوا لغة الإنجليزية تمام ويمكن لو مثلا بعض مراكز عندهم إمكانية مثلا طباعة وإرسالة وعندهم نماذج جاهزة من القديمة الورقية رغم أن الآن صار كل شيء إلكتروني حتى بتقدم على أي جهة ولا على أي عمل ولا بروموشن ولا شيء يطلبون كل الشهادات إلكترونيا وكل حاجة إلكترونية إضافة هننا إن شاء الله بإذن الله رح نرسل رابط فيه الدورات المقترحة اللي تابعون نقيمها مرة أخرى إن شاء الله نعمل بتيج ثاني إن شاء الله سواء مع المركز هذا أو مع غيره فممكن ترسلوا العلوات وإذا جاكم الرابط أيضا ممكن تعبون الرابط تكتبون الدورات اللي أنتم محتاجينها على أساس نرتب لها جدول آخر نشوف أكثر الدورات المطلوبة حتى نقوم بعمل جدول لها بإذن الله إذن الله وإجزاكم الله خير جميع الكتابات الشكر والتناع أشكركم جميعا وأنا قرأت كل ما كتبتم أجزاكم الله خير وبيض الله وجوهكم جميعا وتشرفت بوجودي بينكم وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في برامج قادمة أيضا حقيقة أشكر جزيل الشكر لأخ عبد العزيز لأستاذ عبد العزيز الدائل اللي كان خلف الكواليس وكان مهتم بالشؤون الإدارية والتسجيل والتنظيم والتنسيق حتى مع المركز ومع كل الأشياء اللي خلف الكواليس التي تنجح البرنامج وأيضا إدارة المنصة أجزاكم الله خير يا أستاذ عبد العزيز وأجزاكم الله خير جميعا أشكركم وبإذن الله نلتقي في برامج قادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفروا قواتبوا إلي